اشتركوا في القناة اذا ما كان فيه منشآت تساعد على التأسيس والممارسة والتطوير باختصار المنشآت هي عصب الرياضة ممارسة كرة القدم لها اساسيات ملعب كرة صالح وكرة قدم ولكن احنا اليوم للأسف أندي بلا مباني وأندي بلا ملاعب وأندي يتمارس اللعبة بجميع فئاتها على ملعب واحد والغالبية بدون مرافق صالحة شلون ممكن نتطور؟ وليش وصلنا لهذا الحال؟ ومن هو المسؤول؟ هل هناك مختصين أو مقصرين؟ في أوروبا صارت الملاعب وجهات سياحية تستقبل الجماهير وإحنا للأسف ما زلنا بعيد حتى عن الأساسيات كرة القدم البحرينية ما شافت ملعب جديد من أربعين سنة وصار الاستاذ الدولي بالنسبة لنا مثل الحلم التساؤلات اليوم هل المنشآت الرياضية قادرة على أن تحتوي المواهب وتساعدهم على التأسيس والتطوير؟ هل هذه الملاعب المتوفرة تلبي مستوى الطموح؟ وهل جودة منشآتنا تتناسب مع رؤية قيادتنا وأهدافها؟ وفي الأخير هل قرار نقل إدارة المنشآت إلى هيئة الرياضة هو الحل؟ كل هذه الأمور سننجح في تفاصيلها مع ضيوفي اللي أرحب فيهم اليوم في 2026 أرحب فيك أستاذ صالح في 2026 شكر لك قبولك الدعوة وتواجدك معنا وهذا يندل على حرصك وعملك كمسؤول في أداء واجبك والتواصل مع الإعلام لتوضيح جميع الأمور التي تخص المنشآت أرحب فيك اليوم بناجي حياكم الله مساكم الله بالخير جميعا بداية أتقدم لكم بشكر الجزيل حق وزارة شؤون الإعلام تلفزيون البحرين والقناة الرياضية ولك أخوي حمد بشكل خاص على حسن الاستضافة في برنامجك الكريم وهذه على أساس تسليط الضوء خلنا نقول على محور مهم أو عنصر مهم من عناصر تطوير القطاع الرياضي في مملكتنا الغالية وهو عنصر المنشآت الرياضية الواقع والطموحي نعم نعم شكرا لك أرحب فيك الإعلام القدير عبدالله بنوفل أرحب فيك مرة ثالثة معنا في 2026 وتشرف فيك دائما أرحب فيك أخوي حمد وأرحب بالمهندس أخوي صالح وأخوي أحمد وجميع مني شاهدنا وإن شاء الله نتمنى نتقدم حلقة تليق بذاقة المشاهد لأن اليوم محورنا نعتقد محور لا يقل عن المحور التي ذكرتوها من خلال برامجكم السابقة أعتقد محور لركيزة أساسية وهو الأهم فبإذن الله إن شاء الله نعطي هذا المحور حقه وبكل تفاصيل إن شاء الله إن شاء الله اليوم نرحب في الوجه الجديد معنا الأخ أحمد صالح طبعا أنت اليوم حضور جديد على الشاشة أحمد صالح لاعب سابق في نادي الوحدة لم يستمر بسبب الإصابة كاتب ورئيس قسم العلاقات العامة في هيئة تسجيل جهاز المساحة رحب فيك أستاذ أحمد وإن شاء الله تكون طالتك اليوم موفق أبو عام إن شاء الله وشكرك على هذا الإطراء وأتمنى أن أكون عند حسن ظنك وأتمنى أن أقدم شيء مع الأخوة إن شاء الله الزملاء يليق بمستوى البرنامج ويحقق أيضا طموح الشارع الرياضي في البحرين والمشاهدين بشكل عام مشكور حمد مكانك أبو سلمان مكانك في البداية حبيت أذكر السادة المشاهدين إن كان عندنا استبيان في اليومين الأخيرين على صفحتنا في الإنستجرام عندنا كان سؤال هل تعتقد بأن المنشآت الرياضية في مملكة البحرين على قدر الطموح طبعا نسبة الجواب لا بنسبة 88% قبل أن أبتدي الحلقة عندنا تقرير إذا ممكن نبتدي مخرجنا مع التقرير المنشآت مصطلح تردد في كل الحلقات طبعت لي قصة أن أزد الأندية منشآتها غير جاهزة وكل مرة تزداد عندنا التساؤلات وبابتديها من عند الفئات هل هذه إيه الملاعب اللي تخدم اللاعبين واتطور كرة القدم البحرينية؟ عندنا قلت ملاعب وأنا أردو أقول أن هاي الفئة صغيرة رجل الداب ما أقول أنك تلعبهم على هالملاعب إذا كان ملاعب كواليتي وما يدر صحة اللاعب أو يعرض للإصابات الطراب على الأقل يكون لهم غرفة تبديل يكون توجد مرافق خاصة فيهم يعني أنت الآن تكرم لو أحد من اللاعبين اضطر أن يذهب إلى دورة المياه وين يروح؟ فعلا سؤال وجيه يلعبون بدون وجود مرافق ونقول يصعدون للفريق الأول ويلقون لكن بالواقع في بعض الأندية يتفاجئون هذه غرفة نادي يلعب في دوري ناصر بن حمد بس تدرون شنو اللي في البالي دور هل إحنا بس عندنا ملعبين لتسيير الدوري عليهم لا عندنا أكثر من ملعب اتحاد الريف واحد شبه مهجور منذ افتتاح تحت رائع جلالة الملك المعظم في مايو 2008 ولحد الآن يعني الأرضية لم تجرى عليها أي صيانة صيانة خفيفة وانقطعت يعني طبعا بدعت في السنوات الأولى وثم انقطعت في الفترة الحالية يعني الثاني ليس مؤهل للعب ولكن بعد بعض المباريات عليت اللعب أتوقع يعني الملعب مو مهيئ لنا تقام عليها مباريات دورية وضع كل شب صالحة الملعب يعني اطالع منظر يعني كل شمو مو 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 مولي تبه في البحرين وخل نكون شوي متفألين لأن في ملاعب عندنا تحتاج بعض التعديل ويكونون لإقامة المباريات مؤهلين يعني مثلا ناري الناجم اليوم مائد منتظ الملعب فوجاءني يعني الكواليتي مالاز جداً منتظ أتمنى يعني لو كل الملاعب جاء يا أوكي بس في ملاعب عبدالله أنا أقول لك ما أستوه بس أكثر منظر لنا من فترة كان صعب ملعب كوس الملك الهو إنهائي كوس الملك على ملعب بذيط طريقة ينلعب نقطة خلنا نقول سلبية جداً حق اسم الدوري وحق الاتحاد البحريني بشكل عام هذي مل نهاية ولا البداية لأن اللي نبي نعرفه ونسأل عنه أكبر من هذه القضية عقوب ما شفنا هذه التقرير إذا ممكن نشوف محاور حلقة اليوم على الشاشة طبعاً هذه محاور حلقة اليوم واقع المنشآت الرياضية صيانة المنشآت ومدى تأثيرها على استمرارية الجودة أسباب تراجع جودة المنشآت الرياضية وفي النهاية علاقة إدارة المنشآت بالاتحاد البحريني لكرة القدم وآخر شيء الحلول المقترحة لتطوير هذه المنشآت الرياضية لحصول على نتائج أفضل في البداية بناجي بصفتك مدير إدارة المنشآت أقبل اللي شفته في التقرير طبعاً اللي شفناه في التقرير ما يرضي أي رياضي متأكد أن هذه التقرير ما يرضيك أنت بالمقام الأول وما يرضي أي رياضي في البحرين أننا نكون بهذه الشكل فأنا بس أبي أبتدي معاك أن أنت تعطينا نبدأ عن الواقع الذي اليوم نحن عايشين بسم الله الرحمن الرحيم في البداية شكر لك طبعاً طلعنا على التقرير التقرير ما أخوذ من عدد من المنشآت سواء طبعاً في بعض المنشآت الرئيسية أو خلنا نقول المنشآت الوطنية ومنشآت بعض الأندية إحنا اليوم الله يسلمك عندنا المنشآت الرئيسية إيه هي اللي تحتضن المسابقات منشآت الأندية هي مين لي مخصصة للتدريب تدريبات فرق الأندية طبعاً أتفق مع كثير من اللي ورد في التقرير وللأمانة إحنا عندنا برنامج مشتغلين عليه من فترة خلنا نقول لإعادة تأهيل وتجديد وتطوير يمكن ملاعب كرة القدم لها أو لو يكون أنها جوهرية وتمس أهم لعبة عندنا في البحر فمثلاً استبدال الأرضيات إحنا بدينا مشروع في دورة ميزانية 21-22 حق استبدال أرضيات ثمان ملاعب بتكلفة قرابة المليون دينار طبعاً ملاعب صناعية ثمان ملاعب صناعية حق الأندية للأندية تم استبدال أرضياتها بأرضيات يديدة تذكرني من الأندية بنواجي الأندية طال عمرك منها سترة منها الأهلي أنا أعرف من النجمة ومدينة عيسى مدينة عيسى لبديع قلنا الأهلي أعتقد الاتفاق الاتحاد الاتحاد نعم أحسنت ما تحضرني بالضبط ولكن هي ثمان ملاعب تم استبدالها كمرحلة أولى طبعاً نحن في النهاية مثل ما تعرفون نحن تحكمنا في تنفيذ المشاريع سواء كان مشاريع المنشآت الجديدة ولا حتى مشاريع الصيانة وتنفيذ أعمال الصيانة من الأمور والتحديات عندك اللي هو الميزانيات فإحنا اضطرينا أن نقسمها إلى مراحل أو إلى فيزز فالمرحلة الأولى كانت الثمان ملاعب المرحلة الثانية اللي بدين نأخذ الموافقات عليها حق خمس ملاعب من ضمنها ملاعب الأندية اللي انضمت حديثاً حق الاتحاد اللي هي اتحاد الريف بوري وعالي ومالحصة عالي أعتقد أنه تم عن طريق سبونسر حصله ودعم من أحد الشركات الخاصة وتم بتنفيذ بوري وفيه بعد أعتقد من ضمن الملاعب بسيتين وغيرها فلكن نحن لازلنا في طور الحصول على الموافقات المالية على أساس أنه يدرج المشروع إن شاء الله في القريب العاجل تركيزكم بونوجي ما تحس أنه فقط قاعد تركزون على أرضية الملاعب أنه اليوم ما نتكلم منشآت فقط أرضية الملاعب مثل ما تشاهدنا في التقرير تشاهدنا أنه مرافق الأندية والملاعب يعني بشكل يعني مقزز للعين يعني ما تقدر أن أنت تشوفه بدي الشكل في الرياضة هل أنت رصادت الميزانية حق ملعب القدم بس يعني كأرضية أو المرافق الموجودة معه نحن طال عمرك يعني على أساس تكونون في الصورة نحن اليوم الوزارة عموما أو إدارة المنشآت وإدارة يعني الشقيقة الصغرى إدارة المشاريع وهي الإدارة المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الرئيسية ناخذ طلبات الأندية نحن نخدم اليوم تقريبا 36 نادي 36 مركز شبابي بالإضافة 36 نادي أو مركز شبابي مركز شبابي والأندية طبعا فيه أندية متخصصة بما فيها الأندية الرياضية التي تمارس الألعاب مثل كرة القدم وغيرها والأندية المتخصصة الأخرى يعني لكن إحنا ملزمين أن نقدم لها خدمات المشاريع والصيانة نعم اليوم سألمك الله إحنا الموارد المالية المتاحة عندنا يعني في النهاية موارد محدودة خلنا نقول وهذه من التحديات اللي نواجهها فأنا مطالب أن يعني ميزانية خلنا نقول ميزانية مشاريع تقدر بمليون وخمسمائة ألف دينار في السنة رفعت في الدورة الأخيرة إلى مليونين وثلاثمائة ألف أنا مطالب أن أوزعها على هالكم الهائل من الأندية والمراكز الميزانية من اللي حددها؟ الوزارة؟ في النهاية الميزانية تحدد من قبل الأرقام اللي تعتمد من قبل الحكومة ووزارة المالية الحكومة تحددها حق الوزارة نعم الوزارة هي مسؤولة عن توزيع بالضبط توزيع الميزانية المعتمدة نحن نبدأ في كل إدارة نعم صحيح يعني أنت اليوم ممكن يكون عندك ميزانية لكن ما كانت مثلا إدارة المنشآت في الأولوية لا إحنا سألهم كلا تشوف في الوزارة إحنا إدارة المشاريع في ميزانية خاصة للمشاريع وفي ميزانية خاصة للصيانة أكيد هذه كلام صحيح لكن أنا أسألك اليوم اليوم الميزانية المرصودة لوزارة الشباب والرياضة للعمل بشكل عام كامل نعم فالوزارة هي المسؤولة عن توزيع هذه المخصص على الإدارات حسب احتياج لا لا سألهم كلا نحن في النهاية بعد الميزانية لها بنود كثيرة منها في الباب الأول لها بنود الرواتب وهذه ثابتة تطلع بروحها نحن الميزانية التي تخصنا هي ميزانية المشاريع وميزانية الصيانة وهذه بنود تنزل يعني أنه تم تخصيص المبلغ حق ميزانية المشاريع لا أنا لا فهمني ابو ناجي أنا اليوم إذا أنا تحت مضلة الوزارة الوزارة عندها ميزانية من الحكومة صحيح الوزارة هي مسؤولة مثلا اليوم عن قسم الصيانة وحط لها الكثير قسم المنشآت لا لا فهمت عليك يعني أوزأ حسب ذي أن اليوم وزارة الشباب والرياضة مثلا عندها ميزانية وعندها أكيد أجندة تشوف وين مثلا حاجاتها وتشوف وين أولوياتها وتحطها على أساس تحقق أهدافها هي كوزارة في النهاية هي في النهاية أنت تقدم ميزانيتك إلى وزارة المالية يتم دراسة البنود واعتمادها بند بند نعم فأتيك الموافقة على ميزانية المشاريع هالكثر ميزانية الصيانة هالكثر فتلتزم بالموجود يعني القرار ليس في الوزارة نحن نطلب نحن نحط احتياج قرار الرقم الذي نحط حق المشاريع في النهاية لازم تحصل الموافقة من الحكومة وهذه الوزارات كلها بحمد اليوم عقب ما شفت التقرير وطبعا أنت مببعيد بحمد عن الوسط الرياضي المتابع ما شاء الله عليكم وملم في جميع الأمور اليوم عقب ما عشنا مع بعض بحمد في 2013 فترة كاس الخليج وهي كانت نقول الفترة الذهبية بالنسبة لنا كبحرانيين على مستوى المنشآت والملاعب الخضرة نعم اليوم نحن في 2023 بعد عشر سنوات من الطفرة اللي احنا صرناها كنا متواقعين هي بداية خير للانتقال لمرحلة أعلى نعم اليوم شا تشوف انت عقب العشر سنوات من عقب ما مريننا في كاس الخليج وزيادة زادة منشآتنا تشوف إذا بقول يعني أنه واقع مر فأنا ما بأضيف شي إذا بقول واقع حزين أنا ما بأضيف أي شي أفرح جدا لما تكون عندنا وجهات سياحية أفرح جدا أننا احنا في البحرين عندنا حلبة البحرين سباق السيارات أفرح جدا أننا عندنا اليوم مسرح مثل مسرح الدانة كوجهة سياحية أفرح جدا لما عندنا مركز المعارض اليوم في البحرين أفرح جدا على العمران اللي قاعد أشوفها في مملكة البحرين يفرحني كمواطن قبل لأكون إعلامي قبل لأكون أي شي ويحزني ما رأيته من خلال التقرير أو من خلال مشاهدتي أو وجودي في وسط الرياضة منذ سنوات طويلة نعم في طفرات ما ننكر حتى على مستوى المباني بعض الأندية اليوم الأندية عندها مكاتب إدارية بعض الأندية عمل لها وتم إنشاء لها بعض المباني ولكن بتكلمني عن واقع الحال واقع مخجل جدا فيه خجل لا يتناسب مع العمران أو التطور الملحوظ اللي تعيشها بمملكة البحرين حتى الإنجازات اللي نحققها يعني سعاد تتساءل من وين نحن نحقق للإنجازات أحلام أنا يعني وانا ياي في الطريج دائما أحضر حق الحلقة وهذه أمر طبيعي فياتني فكرة راوداتني شذي فخفت اني قدتهم بالجنون رغم انها هي حق لي هي هو مو حل ولكن باعتبارات الناس ولا باعتبارات الواقع بيعتبر ان انا ربما رأيي مجنون او ان انا ياه انا انظر في الكلام شنو رأيك معنا وانا ياه في الطريق اقول ليش احنا مثلا منصر نفس دول الجوار كلهم كل نادي عنده ملعب رسمي استاد هذي طلبي الان هل ذي طلب مجنون نا انا لو بلده باقول لك نادي قلالي يعني مرة حضر التمرين لهم من بعيد شفت اش سمونا وهذه الكهرباء قاعدين يمو الكهرباء زي ما ينفجر علينا نزين شفت ملعبنا اللي بدايع لما امر عليه هاقول هذي شلون يابون اللي بدايع تصدرون يعني لحب ما روح نادي الاتحاد اشوف مثلا ملعبهم ولا شوف يعني امور تخلي الواحد لما يطلب حتى حقوقه او يطلب حتى الاشياء اللي المفروض يطلبها يعتبر مجنون لانه يقول لك احنا خلنا يسوون اول شيء اندياتنا خلوا اول شيء عدلون ملعبنا اول شيء خلنا ملعب نادي الاهلي اللي ما في سور اللي واحد مار على البركات ممكن بامكانه اليوم يديش حق الحارس ينط بس ويديش على الحارس ما في سور المكيفات اللي تشوفها في نادي الاهلي لو كنت مسؤول في الرياضة ما انقل ولا مبارا لانه انا عندي حلبة البحرين سباق السيارات وعندي البحرين اليوم بلد يستقطب سياحة على مستوى عالي والدولة والحكومة قاعدة تدفع ملايين المليارات في سبب اللي هو الامج اللي تحصل البحرين من خلال هذه المعارض ولا هذه المنشآت وين الرياضة منها انا احس واشعر بانه هناك قصور كبير جدا في الاهتمام ان الرياضة اليوم واجهة سياحية الرياضة اليوم اصبحت ممثل السابق اليوم كورة قدم وحب وعشق فقط لا اليوم يجب ان تدخل الرياضة من ضمن مشاريع الدولة اليوم سهل جدا علي ان انا اليوم اجاب لي المهندس صالح او غيره من القائمين وان انا اقول له وحملك المسئولية لا لا انا اطالب اطالب يعطونه اطالب يوفروا له الميزانيات حق انا اشوف اهو مدى عبقريته هل هو يصلح في هذا المكان او لا عالومة او ما عالومة هل متوفر لك الحاجة اليوم هل وفرنا نوفر ثم نحاسب احنا للأسف الشديد ما وفرنا للرياضة وخاصة له المنشآت للأسف الشديد بسلمان يمكن احنا عشنا فاترة ذهبية مثل ما اقول حق بحمد من 2013 او 2018 بعدها شفنا من 2018 او 2019 ليليوم شفنا تراجع مخيف وكأننا رجعنا وارا عشرين سنة بحكم متابعتك والمامك في الامور ما هي الاسباب ليش وصلنا لهذا الحل طبعا اخو حمد اذا بترجع حق الاسباب اعتقد الاخوان ابو ناجي قال موضوع الميزانيات وطبعا اموين ترصد الميزانيات فانت اذا عندك بعد عندك 2014 قبلها كان في عندك ازمة اقتصادية عالمية في 2014 بدت ازمة النفط فهذه كلها عوائد مالية تأثر على اي دولة فلذلك بتشوف انت تقلص الميزانيات على كثير من القطاعات ومنها القطاع الرياضي بالنسبة للحلم اللي قال ابو حمد انا ودي يعني اعقب عليه احنا ودنا نحلم لكن قبل لا تحلم لازم يعني ترى نفسك انت وين واقف اساسا الارضية اللي واقف عليها والمقومات اللي تملكها بمعنى اول شيء الملعب الرياضي ملعب كرة القدم ملعب كرة القدم يعتبر او يعني اعتقد هو اكبر ملعب لعبة رياضية كمساحة هاي المستطيل الاخضر هذه اعتقد يعني يتراوح سبعة الاف حوال ثمانت الاف متر مربع فتصور انت تحتاج اكبر مساحة وتحتاج منها اكبر كم لان انت عندك فئات عمرية تحتاج منها تحتاج ملاعب لكل تخدم كل الفئات العمرية والفريق الاول يحتاج وخاصة اذا في ملاعب مزروعة تحتاج دائما ملاعب احتياط ايضا وعندك ترجع الى مساحتك الجغرافية ليش اقول لك انت يجب ان تعلم على اي ارضية ومقاومات انت واقف عليها المساحة الجغرافية لمملكة البحرين سبعمية وخمسة وثمانين كيلو متر مربع وقال ابو حمد يشوف الاشقاء دائما نحن نقيس نفسنا بالمنظومة احنا لا نرى نفسنا او المقياس الصحيح دائما نقيس نفسنا بالمنظومة الخليجية اقرب بلد جغرافيا من المساحة الجغرافية قطر اعتقد احدى احد عشر الف كيلو متر مربع فكم ضعف عنك انت ما بتقول السعودية اللي اكثر من مليونين كيلو متر مربع او الامارات وعمان اعمان ثلاث مئة وشي كيلو متر مربع والامارات خمسة وثمانين يمكن كيلو متر مربع فانت تشوف الفرق في المساحات فعندك شح اذن انت عندك شح في الاراضي يعني اي دولة لما تريد تخدم قطاع معين لان ما عندها فقط القطاع الرياضي عندها القطاع الصحي عندها المدارس تاخذ مساحات كبيرة ايضا فهذه يعني فلذلك احنا نحنا نفكر بالشكل المعتاد واللي فكر فيه غيرنا اعتقد خطأ هذه لازم نفكر خارج الصندوق وكيف احنا نرى حلول واذا تحب يعني ممكن استرسل في كيف بنرجع ان شاء الله بسلمان حق الحلول اليوم عندنا ارقام التواصل نقدر نشوفها على الشاشة اي شخص حاب يتواصل معنا اليوم مجال المشاركة مفتوح لجميع المتابعين نتشرف فيهم بناجي اليوم بعد الفين يعني الفترة اللي عشناها طبعا كنت معاصرها الفترة الذهبية اللي ذكرتها من الفين وثلاثة عش لالفين وتسعة عش منها اربعة عش اي زين منها اربعة عش لالفين وتسعة عش نقول او نهاية الفين وتمانة عش شنو اللي اختلف اليوم بناجي مين هذه الفترة والفترة اللي نعيشها الحين حاليا والله سلم كله بس اذا تسمح لي بس اضافة بسيطة على اللي قال اخوي احمد طبعا نحن يمكن ذكرنا في البداية الموارد المالية كالتحدي رئيسي بس انا اثني على كلامه لان التحدي الثاني هو العقارات العقارات وتوافرها والتي تختلف اليوم من نادي الى نادي ففي اندية ترى مستوفية يعني احنا بعض الاندية مستوفية للمنشآت وعندها الاستثمارات وامورها طيبة وفي اندية نعم تعاني ابو ناجي يعني بحكم طلعنا ما اعتقدنا في نادي وطموحنا ما اعتقدنا في نادي مستوفية خلنا نقول اخوي احمد الحد الأدنى احنا الحد الأدنى في بعض الاندية على اساس نكون يعني بعد يعني طموحنا احنا دايما عادي لا سقف الطموح احنا ما لاحدون دايما عادي هذا ما في شك اليوم اذا ملعب واحد يشيل فئات كلها هذا ليس طموح لا 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 اكيد إذا ملعب واحد يشيل النادي كله، هذا ليس بمستوى طموح. الأخوان افتحوا موضوع جدا جميل ووجهة نظر جدا محترمة. ولكن لي وجهة نظر أخرى حول ذلك الموضوع. يعني اللي فهمت الآن أن احنا مشكلتنا أن احنا ما عندنا أراضي وأن مساحة البحرين الجغرافية هي مشكلتنا. فأحنا لو في كذا لا احنا موذي. أنا ما أشوف ذي الكلام. أنا أشوف عدم اكتراث ويوجد هناك استهانة بالرياضة. صحيح. في موجودة ما في موجودة أراضي في نفس الأندية الموجودة حاليا نفس الأندية. ما يعني ما يصير ملعب زينا؟ اشتخل الملعب في الأرض المساحة اللي أنا بيها في البحرين. حتى بو حامل اليوم تقدر. يعني احنا مثلا نادينا مثلا مبقانوني على سبيل المثال. أي نادي معين مثلا مبقانوني. ملعب عشبة مبزين. لأن البحرين مساحات تصغيرة. هذا موضوع آخر. هذا موضوع آخر. جودة الملاعين هذا موضوع آخر. بناجي شنو الفرق بين الفترة تكلمت عنا واليوم؟ ليش وصالنا هذه الحال؟ والله في الفترة السابقة. ما الذي اختلت؟ يعني أنا بالنسبة لي من 2014. يمكنني فعلا في الفترة خلنا نقول الذهبية. كان فيه الاعتمادات وكانت فيه أمور كثيرة يعني مشاريع تمشي. ونفذنا فيها العديد من المشاريع على مستوى المباني. على مستوى الملاعب والصلاة الرياضية. لكن بعد ما كانت تلبي الطموح. لا لا احنا كنا في وضع قابلينا. شوف اذا بنتكلم عن خليجي 21. ذيك حالة استثنائية. لكي نكون صريحين بعد. ما علي حالة استثنائية صحيح. ليش احنا ما بنيننا عليها؟ ليش هذه المرحلة اللي وصلناها ليش ما بنيننا عليها؟ ليش ما حافظنا على الستندر اللي كان موجود؟ خليجي 21 كان عندك دعم لا محدود لتنفيذ الفعالية أو للاستضافة. فكان فيه يعني نتمنى أن يرجع الفترة. تأسيس وإنشاء مباني يديدة وملاعب يديدة. الملاعب اللي تمت. هذه الأمور كلها كما نقول باستمرارية. صيانتها. الاهتمام فيها. تطويرها. ليش هذه الأمور ما تمت فيه؟ ترى المرافق اللي تمت اللي كان تجديد. يمكن المرافق الرئيسية. لأستاذ الوطني أستاذ خليفة. إضافة الأربع ملاعب اللي هي النجمة والرفاع ومدينة حمد وعسكر. فاستمرنا عليها وكان الأمور ماشية. يمكن صار بعض الملعب عسكر طلعاً الجاهزية في فترة من الفترات. لأسباب المجال اللي ذكرها الحين. ولاحقاً تم تحويلها إلى مركز رياضي أو مركز شبابي. أما مدينة حمد وبقية الملاعب فهي لا زالت موجودة. برامج الصيانة ماشية عليها. سيئة. سيئة. ما طلب بمستوى الطموة. الموجودة اللي تذكرها أنت اليوم سيئة. طال عمرك نحن اليوم نتكلم المنشآت غير كافية. وهذا اللي يمكن قلناها قلتها حق الأخوان قبل الحلقة. غير كافية نتفق فيها. لكن أنا أقول لك جوداتها اليوم غير مقبولة. الجودة مرتبطة بالاستخدام. أنا إذا عندي ثلاث ملاعب اليوم أقيم عليها المسابقات. هل كانت في 2010 أو 2011 مثل اليوم؟ الاستخدام أو الميزانيات الآن؟ لا 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 أنا أتكلم حتى الاستخدام. يعني أنا اليوم دوري ناصر بن حمد أو أغلب مسابقاتي تنلعب على ثلاث ملاعب. عندنا الملاعب المعتمدة اليوم الوطني وخليفة ومحرق. الوطني لماذا حالة الشديد اليوم؟ الوطني صارت عندنا فعالية كبرى في شهر نوفمبر استضافتها البحرين. وكان أمر أثر على أرضية الملعب. وليوم تقريبا قبل أسبوعين حصلنا الموافقات من وزارة المالية. لماذا تم التأخير في استرداد ملعب الوطني وتجهيزه؟ لماذا تأخير؟ نحن البحرين هالكبير. المفروض التواصل والأشخاص التي تكون عندها حس أن هذا الشيء يجب أن يحدث في نفس الوقت أو يحدث في أسرع وقت. يعني خذ وقت ملعب الملعب الوطني. طلبك التواصل موجود وتم من اليوم الأول. ولكن دعنا نقول أن هناك إجراءات. نحن اليوم في المنظومة الحكومية هناك إجراءات لدى جهات عديدة. نحن اليوم الطلبات أن تذهب و تمر على أكثر من جهة. تخضع لآليات لتحصل الموافقة و تحصل الاعتماد. و كل جهة يعني لها إجراءاتها و لها البروسيس مالها الداخلي يعني. أما إحنا كان من البداية يعني تم تحديد الوضع و عارفين أنه راح الضرر اللي بيصير و شنو التكلفة و مشينا في الإجراءات من في حينه. و متى بإجهاز؟ يعني مو مشكلات ميزانية؟ لا لا تم اعتماد الميزانية. حصلنا الموافقة مشكورين يعني ما قصروا و متى بإجهاز؟ اليوم احنا في طور الجسمة بتوقع العقد مع الشركة المنفذة إن شاء الله. و راح يبدأ العمل يعني توقعا في شهر أبريل بيأخذها بين خمس شهور. تأخذون ديدلاين ان متى تستلمون الملعب؟ أكيد أكيد. متى تتوقع؟ انا اتوقع انه في شهر يعني نهاية تسعة بداية عشرة بالكثير. يعني موسم اليوم العب الوطني؟ إن شاء الله إذا مو من البداية يعني شوي بإذن الله تعالى. بس ما ذكرت ليبوناجي إن سبب تدهور المنشآت التي ذكرتها الرئيسية. و عدم وجودها في مقبول مثل ما كانت. شنو أسبابها؟ نحن الله يسلمك اليوم إذا شفت الملعب. نحن المنشآت عموما عندنا شركات الصيانة وبرامج الصيانة تطبق لكل الملعب سواء الرئيسية أو الملعب الأمنية. أنت ذكرت الله يسلمك سامحني. ذكرت أنه سوء استخدام الملعب مثلا. ليس سوء استخدام الملعب. نحن نقول الاستخدام الزائد عنها. الزائد عنها. هل تتكلم عن الأرضية؟ نعم. اليوم استاد النادي الأهلي ليش الكراسي في البنش كراسي بلاستر؟ نحن طال عمرك استاد النادي الأهلي. و ليش الواجهة تكون بذيط طريقة بدون ما؟ تم تقديم مشروع متكامل. نحن كان عندنا الجسمة. مشروع متكامل لتطوير النادي الأهلي. رفع مستوى ليكون ملعب معتمد حالة حال خليفة. ملعب خليفة و ملعب المحرق. والمشروع تقريبا بتكلفة ناهز الـ 2 مليون دينار. متى ذي قدمتها؟ تقدمت من قبل إدارة المشاريع تقريبا قبل 5-6 شهور. وبانتظار اعتماد الميزانية. في 2018 كان هناك خطة تطويرية لجميع الأندية. حسب مساحتها و حسب احتياجها. كانت موجودة في الإدارة على أيام المهندس خالد الحاج. شنو صار على هذه الخطة اللي كانت موجودة؟ وهل أنتوا قدمتوها؟ و قاتلتوا على أساس أنتوا تحصلون موافقة عليها؟ أو تم إيقافها بالكامل؟ طال عمرك هي كانت دراسة. سوينا دراسة كانت من أحد النتائج قمة الرياضة اللي صارت في ذاك الوقت. و صارت دراسة على كل الأندية لبحث النواقص من المنشآت. على حسب طبعا الألعاب اللي هم مشاركين فيها. بالضبط. فطبعا كانت نتائج الدراسة مستوفية ولكن كانت خطة ضخمة. تكلم عن مبالغ مليونية عودة. تم رفضها؟ لا لا لم ترفض. ولكن أنت كان مطلوب منك أن تدرجها من ضمن الميزانيات السنوية المعتملة. على مصل حق المشاهد بنواجي هذه الخطة تم الدراسة التي كانت موجودة. جهزتوها إذا كم الله خير. وتبحثتوا في ما يخص مصلحة الأندية. هل تقدمت للحكومة؟ هل وصلت للمسؤولين على أساس أن ترون أن الأندية وإنشآتنا محتاجة؟ نعم. و طولنا أن نبدأ نطبقها. و نحن بدأنا في تطبيقها. ولكن على حسب الموارد المتاحة. يعني اليوم أنا إذا نتائج الدراسة قالت أنت تحتاج 20 ملعب تدريب. وتحتاج مني استيديم أو الملاعب. دعنا نقول الأستاذات مثل ما ذكروا الأخوان. وهذه من الطموح. أنا أتمنى أن يكون لكل نادي أستاذ مثل الدول المجاورة. و يكون عنده ثلاث أو أربع ملاعب تدريب. و هذا اللي موجود عندهم. لكن مع الفارق. نحن اليوم طموحنا أن حتى لو يكون عندنا خلنا نقول ست أستاذات مصغرة. كون أن عندي أنا في دوري ناصر بن حمد 12 فريق. فعلى الأقل أن يكون أستاذ حكي الفريقين. صح. ولكن أنا محتاج دعم. الموضوع اليوم أنا علشان أسوي أستاذ مصغر محتاج مبالغ. ما أقدر أنفذها من خلال الميزانية المعتمدة السنوية. اللي أنا مطالب فيها بمبلغ محدود. ألبي طلبات العديد من الأندية والمراكز والمنشآت الرئيسية وغيرها. عرفت كيف؟ اليوم بنوجه على مستوى البحرين. نرى عدد كبير من المنشآت اللي تحت مظلاتكم ومسؤولياتكم. بعد التغيير اللي صار في إدارة المنشآت. هل أنتو تحسون روحكم تشتغلون وانتو مرتاحين قادرين نتسيطرون على الوضع. وقدرين تقدمون أفضل خدمة حق هذه المنشآت أو المشآت؟ هذه مطموحنا. لا أنتو كموظفينا نتكلم. هل في الدائرة نفسها يوجد عدد كافي من الموظفين؟ نحن عندنا تحديات على مختلف الصعود. نحن ذكرنا منها يمكن الموارد المالية، العقارات مثل ما قال أخي أحمد، حتى على مستوى الموظفين. أنا أقصد أن الموظف غض النظر عن أي إدارة في أي منظومة. اليوم عدد حجم المشاريع تحتاج عدد يتوازى لتغطيتها. وتحتاج تخصص. كل شخص يكون متخصص في عمله. هل اليوم في إدارة المنشآت، الناس الموجودة متخصصة في عملها؟ العدد غير كافي. دعنا نصيغها لك جديد. العدد غير كافي. نحن عانينا في فترة سابقة من خروج عديد من الموظفين على التقاعد بأنواع، بشتى أنواع، إلى اليوم. نحن في إدارة المنشآت، في تشغيل المنشآت، عندنا في كل أقسام الإدارة حول بين 35 إلى 37 موظف. لكن هذه في كل أقسام الإدارة. أنا اليوم مؤخرا فقط في إدارة تشغيل المنشآت ومتابعة فقط أربع موظفين من خيار الموظفين والقدماء أصحاب الخبرة. أصحاب الخبرة على أساس أنواع التقاعد ويستفيدون قبل القانون الجديد في فترة واحدة ومن نوبة واحدة. تم تعويضهم؟ فمعنى أننا نحن في كسور. نحن في الإجراءات. نحن في الإجراءات. نحن في الإجراءات من ناحية العدد ومن ناحية التخصص. لأن أنا عندي معلومة أن اليوم الموجودين في إدارة المنشآت، يعني غير اليوم الموظف الموجود يجب أن يكون ملم في الأمور الفنية والرياضية وأمور الصيانة والزراعة والأمور هذه كلها. لكن اليوم نحن لا نلتمس من هذه الإدارة أن هناك حس لتقديم ما نطمح له كإدارة منشآت. نحن طال عمرك للأمانة في متخصصين عندنا في مختلف أقسام الإدارة. ولكن ليس العدد الكافي المنطبة أن يتابع هالعدد من المنشآت على هالرقعة الجغرافية. أنزين؟ لأن أنا أتكلم عن منشآت ليس في مكان واحد. أنا أتكلم عن منشآت في محافظات المملكة الأربع. وعدد بناجي يعني عدد الموظفين أعتقد كل الوزارات تعاني. أنا أتكلم عن منشآت في محافظات المنشآت في محافظات المنشآت في محافظات المنشآت في البلد. حياك الله براشد. طبعا أنا عبد العزيز براشد من نادي المالتشية. نعم. تفضل براشد. يعني الواحد شي يقول ما قصرت وبينت كل شي لكن يعني أقل ما يقال عن حال المنشآت والملاعب في البلد. يعني يقول كارثة كارثة. يعني حتى الإنجازات التي تحققت سواء الأندية أو المنتخبات كلها من اللفتة الكريمة من القيادة. ودعامهم الكبير للمشاركات الأندية والمنتخبات. شي الثاني. إخلاص اللاعبين التفانيهم في تمثيل البلد المشرف للوطن. هاي السبب الثاني. أنا عن نفسي لما أتكلم ما أتكلم أو بن حاد إلى نادية فقط مهلمانشية. أعتقد كل الملاعب وكل المنشآت في البلد يعني كارثة. يعني تصور. تصور يا جماعة. نادية المالشية ملعب اللي هو الحشيش الجديد. العشب الجديد اللي من كم سنة نسوه. ما نقول في شي لكن مدرجات ما فيه. لما صير مباراة رسمية عليه اللي هي من كاس الاتحاد. مباريات كاس الاتحاد. بطوات كاس الاتحاد. بتصور. اللاعبين والبنشكام اللي قعدون على الثلاجات. وين صارت؟ دورات مياه للأسف. للأسف ما في دورات مياه ولا دورة مياه واحدة. نحن ناخد اللاعبين والأجهزة الفنية مع الفرق اللي يجون لضيوف. والله. نوديهم بيوتنا. لأن الملعب قريب للبيوت. هاي شو نتو نتصور احنا؟ صاد يا فراشد صاد. شو نتصور. هاي الملعب العشب الجديد. انت بتسوي ملعب. سوى كامل كاملة. ما في فارس تسوي لي ملعب ومحوص بالصنف. بدون دورات مياه. بدون مدرجات. الناس تقعد على الأرض. نبسط لها سجادات تقعد. المتابع وين يقعد. حتى ملعب اللي هو الترتان. اللي هو الأشب الصناع. الملعب اللي هو على دوراتنا النادي. النموذجي. ما في. ما في بعد نفس الشيء. في مدرجات قليلة. لكن بدون دورات مياه. الفرق يجي. يمكن دورات مياه واحد داخل. أما العشب الجديد. العشب الجيل الطبيعي. ما في. نستحي والله نستحي. يجون نراويهم. نقول لهم. نسألهم. يعني. شكري لك مداخلتك براشد. وبالعكس. أنت اليوم قاعد. تنقل لنا واقع. ملعب نادي المالكية. طبعا. من الأندي العريقة. نادي المالكية. والنادي اللي. يعني. شكله يكون داخل. قريته. جمهور المالكية. وأهالي المالكية. دائما. يتواجدون في هذه الملعب. وهذا شيء. مثل ما قال براشد. أكيد. أنهما يعانون منه. ومارين فيه. من شيء نقل. هذا الشيء لنا براشد. هذا الشيء. قبل شوية. أنا كنت أتكلم معاك. بناجي. نحن نركز على الملعب. لكن لا نركز على ما بعد الملعب. هو طال عمرك. يعني. إذا جاز لي. أنا برد على الأخ براشد. هو طبعا المالكية. نعم. تم إنشاء ملعب من العشب الطبيعي لهم قبل شم سنة. نعم. ومؤخرا هم كانوا واحد من الأندية التي حصلتها. استبدال أرضية العشب. صناعي. واحد من الثمان ملعب. نعم. التي تم استبدال العشب الصناعي لهم. يمكن مسئلة الخدمات طال عمرك في ذاك الوقت. أنا أتفق معه. درسنا الموضوع يعني الأخوان في إدارة المشاريع. على أساس أن ينزل مشروع يغطي مجموعة من الأندية. لتوفير اللي هو الخدمات. مرافق. مرافق. بحيث ينزل مشروع متكامل على فيزز. يعني المجموعة منه. لأن في ذاك الوقت سلام كلا كان بعد. أرد وأقول لمحدودية الميزانية يمكن. أنت تصير ساعات لازم في نوع من التضحية. يعني أنا ملعب العشب الطبيعي أخوان. يعني كلفنا حول ثلاثمائة وثمانين إلى أربعمائة ألف دينار. الملعب الواحد. نعم. نحن ننفذ الشاسب. الملعب التدريب أو الملعب الأستاذ؟ لا لا تدريب. الملعب التدريب أرضية. أربعمائة ألف؟ نعم ثلاثمائة وثمانين إلى أربعمائة ألف. ملعب ناري الخالدية كم كلفت؟ والله يعني ما يحضرني الرقم أمانة لأن الإخوان في إدارة المشاريع هم اللي نفذوه. بس فوق السبعمائة بين 750 إلى 800 ألف. مع الإنارة معاك الشيء. نعم أنا أتكلم عن الملعب. الملعب. الأرضية. ملعب وسور طا بكتين؟ لا أولا الرقم. سلامك الله لا يعني أنا رصد مبمن شيئة كاملة يعني حتى ملعب الخالدية ما في مرافق لا لا أنا أكلمك عن الملعب اليوم بس ملعب وصور بصير سلامك الله 8000 متر مربع من العشب مع الأعمال المدنية المصاحبة والأعمال الكهربائية عمدة الإنارة والصور هذا اللي انتكلم عنه أنا أقول لك ملعب الخالدية كملاعب تدريب بس نقصها مرافق هذا نحلم في كل نادي يكون عنده مثل هذه الملعب يعني يعني هذي بصراحة ملعب يشرح النفس مساحة يقدرون يعني يقدرون يستخدمونها في عدد استخدامات يشمل الفيات السنية يشمل الفريق الأول وهذه يعني مثال حلو احنا ممكن نختذيبه يعني احنا تشوف تكلمنا عن الحلم وتكلمنا عن الواقع اللي لازم نعيشه الحين خلنا بعد نتكلم عن شيء ثاني صحيح المال هو عثر أي مشروع في الدنيا عصب كل حاجة أكيد المال صحيح ولكن هذا لا يعفي مثلا بأن هناك أفكار تتناسب مع واقعك نعم هذا الموجود عندك مثلا على سبيل المثال إذا تسمح لي يفكرون من خارج البوكس يعني اليوم الخالدية على أبواب أنهم بيسوون أستاد بيسوون أستاد من المجهودهم بعلاقاتهم سبونسر أنه بيكون فيه أستاد حق نالي الخالدية من برع ميزانية الدولة فيه سبونسر ففيه ناس تجتهد وتفكر إحنا اليوم ما نقول لنا ما فيه قصور نعم فيه قصور وفيه قصور في المال لكن بعد نحتاج أنه فيه أشخاص تفكر وتسعى وتجتهد على أساس أن الكل يحقق يعني نوصل حق التطور اللي إحنا نحب نوصل له يعني شوف إذا تكلمنا عن الأندية للأسف الشديد مو كل الأندية تتعامل بمسافة وحدة شمان بو حامد أنا أعطيك على سبيل المثال كلنا شفنا مثلا بعض الصور حق نادي قال لي على سبيل المثال اللي يعني إلى هذا اليوم ما يملك أرض برقم أن معظم الأندية تمتلك أراضي شفنا رئيس النادي وخوي جمعة شريدة الله أكبر بح صوته وإنسان خبره ويحاول ويسعى جاهدا أنه يحصل ولكن ما يتوفر له في المقابل يتوفر حق أندي مثلا كثير من الأندية في البحرين إحنا اليوم يجب أن ندرك بأن يجب أن يكون جميع الأندية البحرينية على مسافة واحدة من كل شيء نرجع حق العدالة طبعا هذه من ضمن المسلمات المفروض من نقش هنا هذه لازم يكون هنا الأمر الآخر يعني أنا صحيح ما أقدر اليوم أنا أحاسب المهندس صالح وهو ما يملك ولكن أنا أقدر أعاطب بالمحدود مثلا ليش مستوى الصيانة ما يصير أفضل إن كان هناك مثلا خلل في الشركات معروف الصيانة حمد تتقرأ إلى أربعة فروع أساسية رئيسية هي صيان المسبقة المسبقة اللي هي قبل بداية أي دورة أو نشاط والأمر الآخر اللي مهم اللي هو الحالية والآنية اللي إحنا نعيشها والثالثة اللي هي لاحقة اللي هي مهمة جدا بعدها اللي هي تأهلنا حق الموسم الثاني من خلال ما نشوفها أنا ما أشوف هذه الأمور مفعلة وأكبر دليلنا زياراتي يعني كل الملاعب تفتقر إلى أبسط الأمور نشوف مناظر وقلت لك لو أنا كنت مسؤول أنا ما أنقل في التلفزيون المباراة ما أنقل لأنه ما يعكس العمران والتطور التي تعيشها في مملكاتنا أبتدي من أين ما انتهيت أبو حمد إحنا عندنا تقرير تواصلنا فيه مع الأندية نتكلم فيه عن محور الصيانة على أساس نشوف حال الأندية وقعها من خلال هذه التقرير المنشأة في البداية أحب أن أتقدم بالشكر إلى وزارة الشؤون الشباب والريضة سابقا والهيئة العامة للرياضة حاليا على الخدمات التي قدمت لكل الأندية النموذجية من صيانة حتى عام 2019 قبل فترة طويلة كانوا يوننا بشكل دوري يعني ويبون لجهزة وترتيب الملعب وتنظيفها وإذا يحتاج فيها أماكن فيها تعديل يعدلونها ولكن من فترة طويلة وقف كل شيء يعني بعد 2019 مسألة الصيانة ما كانت بشكل بشكل قبل 2019 يعني بمعنى صحيح 2019 لما نحن نسوي طلب عن طريق السناب في هاكس خلال أربعة عيام بالكثير سبوع الطلب لسوينه يتم بعد 2019 قد يكون أحياناً ياخذ الطلب شهرين تم ذكر بعض الأسباب منها إنه سألم كلا المقاول اللي كان مكلف من قبل المؤسسة أو من قبل وزارة الشؤون الشباب والرياضة على صيانة الملعب عندهم انتهى الكونتراكت ماله وهما في صدد يعني التفاقيات جديدة مع مقاول جديد عسنا يمسك موضوع الصيانة ولكن للأسف هو ذي حال الأندية طبعاً قضية أنه مو صالح الوزارة الشباب جددت لبعض الأندية إعادة الحشيش الصناعي في الملعب لكن أنت تصطدم فيه لما ينتهي من الملعب اتشي بعض الإشكاليات تصير طبعاً كثير من اللاعبين يبون الحشيش الطبيعي طبعاً في هذا الموضوع لكن الحشيش الصناعي لا تأثيرات كثيرة لكن مثل أحماط تم تجديد الملعب لكن لما أسقط الأمطار كانت في مشكلة بالنسبة لنا ما زالت المياه موجودة عندنا جزئيات في الملعب فعلاً تحتاج صيامة حتى الأرضية بدأت تنزل عن معدلة الطبيعي في عندنا نوع من حضرة الأرض عن مستوات الطبيعي يوح حق الصيانة بعد أخذ وعط معاهم الأرضية ما كانت مسجوشة بشكل صالح للملعب لذلك صار تأثير عليها لذلك احنا ارتقلنا تأجيل الفترة الشهر وحصلنا على بعض الملعب الخارجية بطلع تروح على أساس أن توصل لنتاج لكن أنت عندك فئات موجودة وين تروح هذه الفئات كلها صالات مشكلة التكييف هذا شيء أساسي بالنسبة للنادي بمعنى صح أنه في 2022 تعطلت عندي ثلاث الصالات المبنى الإداري والصالة الرياضية لكثل يد والصالة الرياضية لكرة الطائرة وما صار حل خلال شهرين ونحن نتابع بعدين نحن بجهود ذاتية اتفقنا مع شركة صيانة وقاموا بالتصليح بألف وستمائة دينار ولكن أرضية الملعب هنا هي المعاناة الرئيسية التي نعاني منها تغريباً نحن قاعدين نكلف عمار النادي أنهم بالمخام ما يخمون الأرض وهذه ما يحتاج لها مخام هذه هي أجهزة التي تحفر تطلع المادة الربل طبعاً نحن حاولنا في خطابات راحة أن نحن نطلب ملعب آخر بأرض أخرى على أساس أن يكون عندنا البديل ما وصلنا لنتاج يقول لك ما في أراضي حكومية موجودة ممكن يعطوناك فيه عندي سقيرة بتتم مقانها مثل ما هي رابد الحلول أن هناك يعني تكون فيه أراضي أخرى بالنسبة للأندي على أساس أن يكون عندنا ملعب آخر وإلا أن بيبقى بيبقى بعض الأندية هذي بهذه الصورة صورة صعبة أنها يصل لتحقيق نتائجه يصل لحصول على كثير من المواهب في الأندية لأنه صعب صعب ملعب واحد صعب طبعا نستعرضنا هذه التقرير وينقل لنا واقع الأندية وما تعاني منه من منشآت وصياناتها اليوم أخوي بناجي يمكن بابتدي معاك تكلمنا طبعا عن المنشآت وما تحتاجها من مساحة وميزانيات وهذه الأمور اليوم ننتقل إلى الصيانة وما يعانون مننا الأندية من عدم استجابة وتواصل شبه معدوم اليوم ممكن أسئلك شنو صار على موضوع الابليكيشن السناب فكس اللي داشنا الأخ خالد الحاجب حضور تسموه الشيخ ناصر في ذاك الوقت وأنا كنت أستخدمه مع التواصل معاكم على اليوم كنا موجودين في الأندية كان في يوزر نيم للنادي وباسورد وتطرش مشكلتك وتعرضها على الوزارة وفي كي بي آي يحدد لك أن هذا الموضوع بين حال في ثلاثة أيام في أسبوع في عشرة أيام في أسبوعين وكان العمل ماشي بدي الطريقة اليوم رجعنا صالح حق الخطابات اللي ما تحس الرد ما سبب هذه الوضع بالعكس نحن السناب فكس يمكن من أنجح الابليكيشن وإلى اليوم مفعل وموجود كون أن بعض الأندية ولأسباب خاصة يفضلون الخطابات مع العلم أننا طالبناهم أن يا أخوان نحن من 2016 اليوم شبه معدوم بناجي شبه معدوم يوم الأندية لأنه يقول لك الكي بي آي اللي قبل كان موجود على ثلاثة يوم أسبوع أسبوعين في تجاوب اليوم هم يطرشون على ما في حاجة يرد عليهم نحن طال عمرك تشوفها هي ليست مسئلة الابليكيشن الابليكيشن موجود وشغال في بعض العقود موضوع هنا موضوع عقد منتهي عقد صيانة منتهي عقد صيانة منتهي أنا اليوم لكي تكونوا في الصورة نحن عندنا في الإدارة حول 12 إلى 13 عقد صيانة دوري حق مختلف الدسيبلنزة والتخصصات عقد صيانة العشب الطبيعي العشب الصناعي عقد صيانة الإنارة عقد صيانة التكييف عقد الصيانة العامة عقد مضخات المياه عقد محطات تحلية المياه عقد الصهاريج المياه في كثير من العقود اللي موجودة تصيدنا بعض الإشكاليات سلام كالله في حالة أنه ينتهي أحد العقود وما يتم تجديدا في الوقت أو ما نحصل خلنا نقول ينتهي تجديدا وتفعيل العقد الجديد نتيجة لإجراءات معينة في الوقت المناسب فنحن نكون بين المطرقة والسندان أنا ما أقدر أقدم الخدمة في غير وجود غطاء قانوني من غير وجود عقد مفعل وميزانية معتمدة يمكن هذه يعني مؤخرا تكلم الأخوة عن موضوع التكييف نحن اليوم بانتظار التكييف اليوم وعيد عدد عود من لدي يا بناجي نعم وعندنا أنا إلى اليوم بانتظار ترسية العقد الجديد عقد صيانة التكييف على أساس أن تمكن عندي طلبات متراكمة ولكن يعني عند من الموضوع بناجيب؟ والله هو لازال يعني من المسؤول عن ناجيب؟ الترسية هي عدة جهات بس اليوم نحن في آخر آخر الموافقة الترسية في مجلس المناقصات من المتوقع أن نحصلها فيه أنتو اليوم في ويه المدفع مثل ما يقول نحن دائما في ويه المدفع نحن دائما في ويه المدفع دائما من المسؤول عن هذه الشيء اللي اليوم فوق الثمانتعشر نادي يمكن يعاني من موضوع تكييف؟ تقريبا نحن تشوف على أساس بعد حطينا سوينا جرد للأندية لأننا يعني صار الموضوع خلنا نقول هدك بالنسبة لنا فإحنا اليوم على أساس أن يكون هناك حل جذري اليوم إحنا جردنا عدد الأندية التي تعاني من مشكلة تكييف نتيجة تقادم أو خروج خلنا نقول العمر الافتراضي لأجهزة التكييف أو وحدات التكييف عندهم انتهى عمرها الافتراضي فأصبح أنها هي مكلفة علينا من ناحية الصيانة وغير مجدية بتصلح حقه بفترة بسيطة بترد المشكلة فاليوم إحنا عملنا دراسة وطرحنا عندنا فكرة مشروع لتغيير كافة أجهزة التكييف في تقريبا نحو العشرين نادي وعندنا تكلفة نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن مع دورة الميزانية هذه راح يقدم المشروع ونأمل أن يعني نوفق لأن هذه راح يحلي مشكلة كبيرة بناجي أنت قاعد تعمل وتجتهد وتدرس وتقدم لكن نحن نبي اليوم نبي حلول فعلية نبي حلول فعلية لأن اليوم أنت دورك مدير إدارة المنشاة مثل ما قلت لك من قبل أن أنت اليوم في ويه المدفع أنت اليوم عندك تحديات نعم نحن نقدرها ولكن لازم أن يكون في حلول يعني فورية مثل ما يقولون لأن التراكم في ذي الأمور وبتيك أمور ثانية نحن ماشي في ذي المشروع وبتحل ويايك غيره وغيره وغيره أخي حمد أنا أكلمك عن مسارين مختلفين بمعنى أنا اليوم ماشي في ترسية عقد الصيانة الدورية بمجرد أن تم الترسية راح نبدأ أعمال الصيانة الدورية وما راح نوقع متى انتهى عقد الصيانة؟ شلون؟ متى انتهى عقد الصيانة؟ انتهى عقد الصيانة في عام 2022 وتم طلب ميزانيات إضافية إلى نهاية السنة آخر مبلغ تم استهلاكه كان في 31 ديسمبر 22 شامحة يا أخي حمد بس سامحة عندنا اتصال عندنا اتصال إبراهيم التميمي يا مرحبا أهلا يا حمد أهلا أبو سلمان أهلا أبو أمنى أهلا الشيخ أهلا أبو أمنى أهلا أبو أمنى الله يسلمكم بشرنا عن صحتك إن شاء الله تكون أحسن الحمد لله رب العالمين الحمد لله صادمنا الله سبحانه وتعالى سلم عليك على أخوانك الله يسلمك أمرني عندكم شائع المنشآت اليوم عندنا المنشآت الله يحفظك المنشآت المفترض إحنا كنا نعدي مرحلة الصيانة إحنا مفروض كنا نصل إلى مرحلة الفاسيليتي منجمنت كنا مرحلة الاستثمار هذه المنشآت الي عندنا يعني يفترض أن المنشآة بعد ما نتكلم يعني إذا نتكلم اليوم عن صيانة إحنا وايد آسفة على الكلام يعني سواء المتآخرين يفترض أن نحنا اليوم الملاعب اللي عندنا هذه تعتبر أصل من أصول تملكها الدولة وتملكها النادية وتملكها الوزارة ويستثمر بحيث أن تكون عائد وإحنا لين حين قال أنت تكلم عن صيانة وأنا لين حين تبي صجم استغرب ليش أستاذ نالي لمحرك في مكاتب حق وزارة الشباب والرياضة تحت ما عرف ليش يوم أعادوا صيانتها أو بناء مرة ثانية صارت في مكاتب حق الوزارة لأنه تابع الوزارة إبراهيم تابع الوزارة الملعب وايد أشياء فيه تابع المؤسسات بس يفترض أن هذه منشآة تستثمر يعني ما أسوي فيها مكاتب حق الوزارة معنات أن أنا ما أقدر أخص خصها ما أقدر في السعودية اليوم حمد أنت تدري بوسلمان الملعب كل ملعب لسيئوه لرئيس تنفيذي المباراة تلعب في نهاية الأسبوع لكن طول الأسبوع في برامج في الملعب ويستثمر بشكل أو بآخر صحيح أنا أظن أن موضوع الصيانة هذه بيسيكس لازم يصير والملاعب الله يسلمكم وليس الأستاذات يعني حتى الملاعب الثانية الفرعية تحتاج إلى صيانة يعني لليوم ترى بعض الملاعب يبون لها تنكرات يعني يسقونها ما يعني ما في حتى آليات الرأي مش حديثة يعني في بعض الملاعب إبراهيم أنت من الناس اللي عاصروا فترة كاس الخليج في 2013 نعم خليج وعشنا مرحلة تقدر تقول أنها مرحلة مقبولة كانت بالنسبة لنا وكنا نقدر نحن نبني عليها ما تحس أننا اليوم بعد عشر سنوات صارنا متراجعين عشرين سنة جدا جدا تراجعنا إلى أيام إحنا تناقشنا مع أبو ناجي في موضوع في هذا الموضوع وهذه يعني التداهور التي احنا وصلنا ولخصنا الموضوع تقريبا مع أبو ناجي إن هناك أمور يعني تخص الميزانيات وتخص تقليص الموظفين تقليص الميزانيات وأنا أضفت لأن لا يوجد التخصص في كل قسم موجود في إدارة المنشآت إننا نحن نقدر نرتقي بمنشآتنا لشكل أفضل ما في جانبك إبراهيم والله يبارك فيك؟ هي الصيانة صارت لها خصصة عن شركات معينة فيفترض أن الإدارة المعنية في الوزارة يكون دورها الرقابة بس الرقابة يجب أن تكون رقابة متخصصة يعني الأشخاص اللي بيكونون في هذه الإدارة متخصصين في العمل بالصيانة بالهندسة وغيرها وهذا اللي يمكن أحياناً يسبب إذا ما كان في تخصص يسبب فجوة ما بين العمل الإداري والعمل يعني الشركة نفسه بس السؤال اللي يطرح نفسه إحنا ويننا بنوصل بملاعبنا؟ هذي السؤال هل فقط نبي نسوي صيانة ولا نبي نديرها صح بحيث أن تصبح هي ملاعب جاتبة ملاعب إحنا لما نروح رايحين رحلة رايحين نستمتع ولا نروح بشوف تس حشيش طبيعي زي أنا ترى الملاعب والمشاهد حمد صحيح برنامج نتكلام عن كرة غدم ترى حتى الصلاة تتعاني بعد من فترة تحال كرة السلة كان أعتقد أنهم مشكلة في الحلق وصارت عليه مشكلة بعد نعم وطول عمليات صيانته فصيانة المنشآت كلها تحتاج إلى فكر جديد في العملية يعني متوسم خير صراحة أن أنا حسب الإثمات أنها تنتقل إلى الهيئة وأعتقد إذا راحت الهيئة بيكون الفكر مختلف يعني منتمنى إن شاء الله نتمنى أخي براهيم شكري لك تواصلك إبراهيم منتمنى أنك ترجع بالسلامة في أحد من أضيوف عند أي سؤاله أو شيء أعبري الله نقول حق أبراهيم حمد الله على السلامه يا بوامنا معلك شارع يا أخي الله يسلم من الشارع الله يسلم من الشارع ننتظرك في الستيديو بوامنا إن شاء الله البرنامج أشوفه موالا على يوم موالا يالا ننتظرك إن شاء الله إن شاء الله بالسلامة إن شاء الله يا بوامنا شكري لك تواصلك الله يحفظك مسلمان نعم أنا كنت بس با تداخل موضوع الميزانية ميزانية وزارة الشباب والرياضة تكلم عن الحساب الختامي لألفين وواحد وعشرين تعتقد كانت أربعة عشر مليون في سبع سبع مليون مصروفات التشغيلية أو الباب الأول رواتب والأربعة مليون وشوي المشاريع الصيانة وأعمال الصيانة وغيرها هذه ضمن الباب أو ميزانية المشاريع اللي هي أربعة مليون لا سلم كلا ميزانية المشاريع هي المشاريع اللي تنفذ إحنا لنا منها جزء بسيط حول أربعمائة ألف حق مشاريع الصيانة لأن الحساب الختامي أربعة أربعة مليون وشوي المصروف الفعلي منها وانتهت السنة المالية أقل من مليونين حول ثلاثة واربعين في المئة أقل من المليونين يعني مليون وتسعمائة وشوي إذا عندك أنت هذه الميزانية عرفت شون ليش ما صرفتها في ليش ليش رجعت لا طال أمرك أنا أوضح لك بس أولا على أساس ستعرف ميزانية المشاريع هي تختلف عن ميزانية الصيانة نحن ميزانية الصيانة ميزانية المتكررة والتي تشمل عقود الصيانة الدورية وتقريبا نحن كانت تقريبا مليون وثلاثمائة مليون وثلاثمائة وشوي ضمن المصروفات المتكررة أي ميزانية بند منفصل الميزانية الأربعة مليون بعبقى فيها شوية بعبقى فيها شوية لا 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 ميزانية الصيانة دائما يعني لا أتكلم عن المصروفات المتكررة يمكن بنود ثانية أي لا المصروفات المتكررة تشمل أشياء كثيرة نتكلم عن ما يخص الصيانة إحنا دائما الصيانة نستهلك ونحرق الميزانيات بشكل كامل هناك تسأل بعد إذا سمحت لي تفضل أو سأل ما النادي الأهلي تشلت المدرجات شي جميل بالطور لكن تشيلها وتخل هذه خرسانة مسلحة تشلتها بالكامل يعني إذا لم تتوفر الميزانية أني أنا استبدأ بشكل فوري لماذا أشيلها؟ طال عمرك موضوع مدرجات النادي الأهلي علشان تكونون في الصورة تم إزالتها لأسباب السيفتي أسباب السلامة المدرجات صارت فيها بعض التشقطات خلنا نقول كراكس وتساقطت بعض الأجزاء فكان لابد من إزالتها بشكل يعني كان آي للسقوط أو ما كان فيه تيمكنية الملعب غير قانوني للعب فيه؟ الملعب قانوني أم لا قانوني؟ والله أنا ما قدر أجاوبك سراحة يمكن لأن أنا متخصص بقض النظر أبو حمل عن قانوني مثل ما قال بس أنت عندك المدرجات طال عمرك تقريباً ثلاثة أو ألفين وسبعمائة في المدرج الرئيسي دعنا نقول بوناجي أزلت المدرجات لسبب توفير السلامة نعم سبب نقول للسلامة لماذا لم أفعل حل بديل لكي يكون شكل الملعب بشكل أفضل لأن مباريات بالضبط دوري ناصر بن حمد تنقل على هذه الملعب الفنس موجود الفنس موجود الله يسلمك الشكل العام للملعب أنا الله يسلمك الشكل العام للملعب أهو مشروع في النهاية نحن نتكلم في ذي الموضوع اسمح لي بوناجي أنا بقول لك اسمح لي في ذي الموضوع هذه إذا قلتني ميزانية ما بقبع لها لأن هذه أنت تقدر تحط حل مؤقت كشكل لما تحصل الأمور التي تطلبها لكن هذه الشكل نحن نستمر في الدوري هذه معناتها أننا في عدم اكتراث أو عدم الحسب المسؤولية أننا اليوم دوري ناصر بن حمد ينقل بهذه الشكل على هذه الملعب نحن طال عمرك لأننا قدمنا المشروع أنا اليوم ترى أقدم مشروع بخمسين ألف دينار أو بثنين مليون دينار يمشي في نفس الإجراءات تأخذ الموافقات نفسها وتروح في نفس البروسيس فأنا قدمت مشروع بعد مطالبات كثيرة كان لرفع مستوى النادي الأهلي وتم عمل الرسومات وتم عمل وثائق المناقصة وكل شيء جاهز وقدمنا على أساس حل جذري التطوير أخي صالح أين اعم مشكلاتنا في البرغراطية التي قاعدät تصير في الإجراءات لحد الآن كل الإدارة تلوم الأخرى كل إدارة تلوم الأخرى أن التأخير في هذه الإدارة و translation بسبب هذه البرغراطية للأسف الشديد تعطلت مشاريع و اندية خسرت مشاريع كثيرة مشاريع ممكن كانت تتعود بعائد كبير على الأندية وعلى البلد أيضا ولكن ما زال قلت لك ما زال هناك ما فيه اهتمام وفوكس حقيقي حقيقي لنا تكون عندنا ملاعب رياضية متى ما وجد الاهتمام الحقيقي ان احنا فعلا اليوم احنا رياضاتنا نحتاج ننصفها من الأساس ونسوي منشآت كلها يديدة من الأساس متى ما كان هناك توجه حول هذا الموضوع راح نراوح محلنا وراح نيكلسة نقول نفس الكلام وراح نقبل نشوف النادي الأهلي على تلوزون وشاشة البحرين وهذا شيء انا اعتقد ما يشرف سمعة مملكتنا اللي فيها عمران اليوم وفيها تطور احنا اليوم نحط يادنا على الجرح ووصبعنا على الجرح احنا اليوم نعاني من برغلاطية ما بين المؤسسات اللي هي اللي لازم تنفذ وتسر الأمور الأمر الآخر ما عندنا خطة محكمة ومنظمة لصيانة الملاعب لا يوجد خطة ما بالك لو صير كارثة احنا ما عندنا خطة مسبقة ما بالك لو صير كارثة تطلع لنا شكل ملعب شكل عفضل احنا طال حمرك مثل ما قلت لك حسب البلان اللي كان عندنا كان المفترض الحين ان احنا المقاول بدأ عمل في النادي الأهلي حسب البلان في وقته ما علي هذا يأخذ وقت الله يسلمك هذا يأخذ وقت انا بحل فوري على اساس ان شكلنا في التلفزيون بس شكون زين انا اللي راح اي شيء اي شيء اي شيء اي شيء اي شيء اي غطي اي غطي الشكل الغير لاقل لا في مشكلة هذه راح يعني اوعدك ان بعد ان شاء الله في يوم الدوام الأول بعد الحلقة نجتمع مع الاخوان في ادارة المشاريع نحن نحل اذا تبغون مسئلة وموضوع البنج النادي الأهلي اذا بتسوي الحائط اليوم بتغطي الحائط بنج النادي الأهلي كراسي بلاستيك يعني هذه بعد شيء ما يحتاج الميزانية الضخمة او بناء ارضية او شيء بنج النادي الأهلي اليوم كراسي بلاستيك قعدون عليها اللاعبين والمدربين من غير المقبول ان يكون هذه الشكلنا في التلفزيون يعني هاي مباريات تنقل على قناتنا الفضائية يعني دوري اسم غالي علينا اللي هو مال اللاعبين الاحتياط نعم لاعبين الاحتياط ان شاء الله ننظر في الموضوع هذه الشيئين استرنادي الأهلي اتوقع بيغير شكل نقول حال فوري لما ان شاء الله الخطط اللي تكون فيه مستقبل لتطويرنا للأهلي تكون موجودة انت عرض عليك مشروع لبناء عشرة ملاعب من شركة اماراتية قدمت عن طريق جهة يعني من الجهات يعني شسمه ان تحويل او زراعة عشر ملاعب لماذا رفضت انا ما رفضت بانا كان انا لا املك الرافض والقبول الله يسأل مك عايا شنو المصار يعني الشركة خاصة يعني العرض انها بتكلفة مليون وشيء او مبلغ يعني يعني العرض فلاكسبل وبالتقصيد كان حسب ميزانيتك فيما يتناسب ميزانيتك كان العرض ليش ما تم العمل يعني الطلب عن طريق شركة خاصة حول الينا الطلب للدراسة وعطينا شركة اماراتية عن طريق شركة اماراتية بس وصلنا عن طريق اللي هو السلطة المختصة ان الموضوع للدراسة ابدو الرأي فيه وعطيناهم الرأي الفني بس مسئلة ان موافقة من عدمها والميزانيات هذه مباختصاص الكلام يقال ان انت فضلت شركة محلية غير اماراتية يعني ما تم المشروع اصلا المشروع يعني احنا عندنا بروسيجة لا انا كنت قابل انها شركة من الخارج احنا طال عمرك عندنا بروسيجر حكومي اليوم لكل مشاريعنا لا تحيد عندنا اي وزارة عندنا مجلس مناقصات عندنا ديوان رقابة ما يصير آنييني مسامحة يعني عرض هذا مخالف لكل القوانين احنا فيه اجراءات لطرح المشاريع المشروع اللي تقرر الوزارة تدرج خطة المشاريع بشكل سنوي توضع الاولويات نحصل على اعتماد السلطة المختصة قيادة الوزارة على المشروع نحصل على موافقة وزارة المالية ترسل الميزانيات ثم ننزل في مناقصات عامة مفتوحة بكل شفافية هذا المشروع ما كان من الممكن يمر في كل هذه الاجراءات لا هو يانا يعني الدراسة دي او التكلفة ياتنا يعني حتى لو مر اخوي مسلمان حتى لو مر قلت لك برقراطية واضحة حتى لو مر انت تعفذي الاجراءات اخوي عبدالله قفتهم سنة يبيله اخوي عبدالله هذه مو برقراطية هذه آلية وقوانين او جراءات الدولة يعني في النهاية انت ما ييك عرض او شركة اتيك تقدم لك هو لو كان سبونسور لو كان تبرر انا بقول لك يس يدرس لا لا صارت المهندس كلامك صحيح انا اقول لك فيما لاو اي فيما لاو بعد رح تتعطل خمس سنوات لان انت برح تسأل ها يا ادارة فلانية متى صار ادارة فلانية متى صار احنا جدي ومن زمان احنا جدي ما رح نتطور والله يعني اش اقول لك احنا انا نحن من منظومة ومن عاليات وقوانين لا انا اللي بقول لك احنا مع الانظمة بعد وايضا مع القوانين انا اقول لك اذا شي مهم اليوم انت تتكلم عن موضوع يمس اكبر شريحة في المجتمع البحرين والمجتمع الشباب واليوم احنا غياداتنا الله يحفظهم وغياداتنا ايضا حتى الرياضية برأسة سمو الشيخ ناصر بن حمد او سمو الشيخ خالب بن حمد دائما مهتمين بالشباب صحيح اليوم ذي الشباب اللي عدد قلت لك يفوق اكبر عدد من عدد من نسبة عدد السكان صحيح عارف شلون اليوم اليوم اليس بحاجة اليوم اليوم كنت المفروض اليوم اكلمك وانت مهندس اقول لك هل اطلعت طبعا انا ما يحق لي اني اسألك ولكن انا انا هل اطلعت المفروض كنا نتناقش معاك شنو يوم اطلعت على نهاء يعني التقرير الختامي مثلا عن الملاعب مثلا كأس العالم شنو شنو عرفت رحت شفت الملاعب في كأس العالم كأس آسيا الاخير هل حضرتها انت وانت وانت كمدير هذه مو شغلك هذه شغل مسؤولينك واللي اعلم منك ان يطرشونك انت كمهندس مختص اليوم انت لا تروح ما رضا رحت ولا لا ما بظلمك ولكن اعتقد انك ما رحت يفترض اليوم في تغرير ختامي بعد كل بطولة في العالم تقاسي العالم حتى كسر الخليج اللي في الباصرة اليوم انت المفروض تقعد معاهم وتشوف الملاعب الباصرة تجعل الناخلة شون سووه اليوم انت المفروض تعرف شنو السلبيات وشنو الإيجابيات انا اليوم انا ما اقدر ما اقدر ألومك سهل جدا علي اقول لك ان انت ما تعرف التقارير ما ألومك لان انت لم تبعث يفترض انت حتى بعض مشاركات منتخباتنا انت بصفتك كمهندس او المهندسين اترافقوا المنتخبات في بعض البطولات حق تشوفون الملاعب لان هذه تخصصكم شلون ننهض وشلون تتعلم وشلون وشلون تقرأ اليوم وش قاعد يصير في هذه البلدان فانا ما الومك انا سهل علي اقط عليك لا انا اقول حق المسؤولين اللي عليك يجب مهندسيننا اليوم يرافقون منتخباتنا في بعض البطولات وروحون يشوفون الملاعب وين والصلاة شنو مثلا ملعب صغير شنو امكانية ان انا مثلا اساوي كان وائد امور انحلت لما تروح تشوفها بعينك لكن للأسف هذا ما يحدث وهذا ما نطالب لك يا صالة المهندس احنا طال عمرك وان لم يكن مسئلة الزيارة اليوم احنا في عصر طال عمرك صارنا بكل سهولة نتابع اليوم خلنا نقول الليتس تكنولوجي وانحنا ترى في تواصل مع شركات حتى الشركات اللي نفذت ملاعب كاس العالم في كثار تواصلنا معهم انا اتكلم عن الارضيات عرفت اشلون لان شركة الشركة المعنية افتحت فرع في السعودية هي شركة امريكية وافتحوا نير سريئة او خلنا نقول الحاضنة مع العشب في الرياض يعني فتواصلنا معهم وكان فيه على اساس مشاريعنا القادمة يتم التعاون معهم شو اسم الشركة شركة اطلس بس الان اطلس اريبيا اللي هي الفرع اللي افتحها احنا لاهم مع شركة غرين شو اسمها الشركة لا 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 الشركة الشركة الصيانة غير انا نتكلم عن هذه اكبر شركة موردة للعشب عشب الملاعب احنا احنا قلت لك عن العرض الاماراتي اللي ما مشا مثلا في البروزس او ما تناسب مع شنو البديل البديل احنا طال عمرك اجراءاتنا معروفة وواضحة انا لش اسألك ابو ناجي اه ليش اسألك انا شون البديل لان انا متأمل منك ان انت نكون نعمل مع بعض كلم بدورا نحن نوصل في النهاية لهدف 2026 او 2030 الله يكتب لنا العمر مع بعض ونحقق اهداف ورؤية قياداتنا لكن اليوم هذه العمل او الشي اللي انا اتكلم معاك فيه هذه من الاساسيات انت اليوم في بناء الملاعب هذه ما مشا في البروزس تم رافضة بأي سبب من الاسباب اللي انت تشوفها من ناحيتك قانونية شنو البديل وشنو جاهزيتك اذا يا دورنا الحين حق استضافة كاس الخليج شو بتساوي بالضبط احنا الله يسلمك يعني احنا نرحب واحنا نتمنى ان يكون في دعم اكثر بكثير من الموجود مو بس على اساس انا انطر استضافة كاس الخليج انا اليوم عندنا الحاجة ان التوسع في انشاء الملاعب التدريب في حاجة كبيرة تغطية حاجات الاندية وحتى المنتخبات والمنشآت الوطنية اليوم انت مو بجاهز اليوم انت مو بجاهز لاستضافة كاس الخليج والله يعني في حين يدرس على حسب الطلبات يعني انا اليوم اتوقع بطولة بطولة كاساسية للناشئين كانت المفروض عندنا هذه السنة وما استضافناها انزهرنا من الاستضافة اعتذر اعتذرنا اعتذرنا بسبب المنشآت عدم توفر المنشآت المنشآت اللي طلبت الاستضافة كانت مجدولة قبل 23 وما كان فيه اي ما كان فيه اي مشكلة في المنشآت وكان فيه تنسيق فيه الملاعب الرئيسية اللي راح تستضيف المباريات وملاعب التدريب هذا اللي تم احنا الاستضافات ترى استمر لعدم جهزية الملاعب ما استضاف من اي ناحية كان جهزية الملاعب كان فيه بعض الطلبات البسيطة والموضوع دي انا اتكلم من سنتين او اكثر وكان جاري العمل عليها عندنا اتصال اخوي بعالي وسام المالكي يا مرحبا بعالي على كوي حمد اصبح لك اصبح الاخوان يا مرحبا صباح الخير بعالي صباح الخير بسلمان موضوعك اليوم جدا مهم سام ما عارف ما عارف ما عارف من وين ابصدي سبي من الملاعب سبي من المنشآة سبي من البني التحقيق هل مسموح لنا نتكلم بغي لامورك لا والله بس مسموح لك اكير مسموح لك بعالي أخوي صالح العثمان اصبح عليك صبح عليك بالخير الشيخ تصبحك الله بالنور والسرور الله يسلمك خوي وسام اياك الله الامور انت قلت كلام من شوية انا ترى مو ضدك ولا هذه بالعكس ندعمين لك وانت ما تقصروا ويا النقد صلاتنا وياكم التعاوم ولا يعني استحسك من كلامي ان انا ضدك اول ما بس انت حين تكلمت الله سلمك من شوية عن ملعب الاهلي للسلامة عزلت والمدرج صح شون اخوي من شوية انت تكلمت عن ملعب الاهلي انشلت والمدرجات على صف شيء سلام اه اي نعم اي نعم اليوم نادي اننا مبنى ادارة نادي الهد عندنا شهادة وانت تعرف من وزارة الاشقال آيل للسقوط احنا ما يشمل السلامة يعني الهطال عمرك اكيد تشمل لكم السلامة وموضوع النادي في شهادة من وزارة الاشقال المعتمدة عندكم اننا آيل للسقوط المبنى انا بطرب لك الكلام سريع وانت اقول هادي واحدة رغم اثنين نادي اننا من السلمين اعتقد من التسعينات معرفة الضغط يعني يمكن خمسة وتسعين او تسع وتسعين في هالحروة يعني ليوم هادي مجاري الله يعزكم عزب السامع ما في اسبوعيا اني بل هادي وتشيل كل شيء وتطلع هادي هادي هنه بسنة الفين وثلاثة وعشرين الملاعب الاثنين عندنا ولا ملعب صالح وانت بنفسك استوصالح العام وحضرت وشكت الملعب وحاولتوا تطينونا وحاولتوا تعدلونا لكن ملعب محدوم الحشيش الصناعي شلتوا كط ثمان تعش المنطقتين وحطيتوا وزولية اللي هي الخاضرة دي ما عارف احنا شلون هاي التار خيح يصير المبنى طرف تبين اللاعبين مقتان خير لا كلش يعني لو ين احنا الحمد الله يون الوحد الامارات يون فرق يعني نستحن دخل يعني ما في شيء اخر شيء بعد اصداد في الاسناب فاكس احنا مطرشين لك طلب صيانة كشافات هاي ما تحتاج نيزانية من 18 فبراير ليوم كدي 10 كشافات مختربين عندنا الملعب غلام من 18 فبراير 22 اليوم هنا وصلنا مار 23 ليل ما تبت بلاش الكشافات يكون مستقبلنا أفضل إن شاء الله شكور يا أبو علي سام بنواجي عطفا على اللي قال أخوي أسامة بالنسبة ما يخص المبنى الإداري على حسب علمي مشروع المبنى كان مدرج ضمن خطة من المشاريع عند الإخوان في إدارة المشاريع بس للأمانة الأبديت وين وصلوا فيه ما ما عندي لكن بإذن الله نتواصل معهم ونخليهم يتواصلون مع الإخوان في إدارة النادي ويعطونهم أبديت على الموضوع المبنى يعني يكون هم المسؤولين على الموضوع موضوع إيانة الإنارة أوعدك أن بكرة أول الله أحقق في الموضوع طلب أنه من 18 فبراير إلى اليوم لأن عقد الإنارة سأجلون عندك أنت من بكرة تبتدي في الأهلي أو في الحضاء أو كل سأجلون لا 18 فبراير إلى اليوم الإنارة هذه باتشر بإذن الله نشوف الموضوع وينحل بشكل مباشر مسئلة الملعب ملعب النادي فعلا السنة اللي طافت زرنا كان فيه إشكالية وتم الصيانة والشركة اشتغلت عليه في مشكلة في ملعب نادي الحد أمانة مسألة جوهرية ومشكلة جوهرية أن منسوب الملعب صاير هو أخفض نقطة في المنطقة بمعنى الطبيعي الطبيعي والسسمة نازل شوية المنطقة كلها نازلة بحيث أن أنت عندك في موسم الأمطار أو كل السلوب من الشوارع المحيطة أو صوب المجمع اللي هو أعتقد اللولو كلها تصب في الملعب تم عمل حلول خلنا نقول عن طريق الصيانة حلول مؤقتة بعمل سلوب بحيث أن نحافظ على الملعب أن المياه ما تتيمع فيه يعني تانك تهول الجسمة المياه التي تتيمع وبعدين فيه مضخة الضخة إلى خارج عندي عندي سؤالين بشكل سريع عشان نساكل موضوع الصيانة عقود الصيانة الصيانة تكون من جانبكم لها موظفين مختصين هل الموظف المسؤول عن الصيانة المعنية هو شخص متخصص وملم في الأمور الفنية والرياضية ويعرف ما تحتاج المنشأة متخصصين ويعرفون ما تحتاج المنشأة نعم ولكن هناك نقص هناك نقص هناك نقص يعني أنا اليوم أتكلم أرد وأقول لك أنا عندي 93 عقار تحت إشرافي موزعين في البحرين كلها أستلم عدد عود من الطلبات طلبت توظيف متخصصين في عدارتك دائما نطالب وإن شاء الله وإن شاء الله وعود أن أنت راح في وعود وفي بعض الإجراءات يعني بانتظار أن إن شاء الله يعني لو شوي شوي النقطة الثانية عن الصيانة بما أن أنتم مسؤولين عن جميع الملاعب نعم والمنشآت الموجودة في البحرين اليوم لماذا ما يتم صيانة الملاعب بالتنسيق مع الأندية وتوفير لهم الحلول البديلة يعني أنت اليوم لخبرة في موضوع الصيانة يخلص الموسم في شهر خامسة نعم الملعب يكون مسكر ثلاث شهور ويفيبتدي الموسم والله بيعد يقولوا لا لا والله عندنا بعد صيانة شهر لماذا في الثلاث شهر الملعب مسكر وتي في شهر ديسمبر وتسك ثلاث أربع ملاعب أو خمس ملاعب في نفس الوقت وتخلي الأندية تدور في الشارع وما عندها ملعب تدرب نحن طال عمرك البرامج الصيانة معروفة فيه الصيانة الصيفية وهي الصيانة الرئيسية اللي بعد انتهاء الدوري إلى الموسم الثاني شهر كم تكون؟ من نهاية يعني من نصف خمسة إلى بداية الموسم بس الأندية تسلم لهم قبل قبل متى؟ حق الإعداد حق الإعداد مع الإعداد شهر سبعة عادة بدايات سبعة شديدة تسلم لهم؟ ما عندك أي مشاكل مع الأندية فيه؟ لا لا إذا كان فيه استثناءات يعني ملعب تطلع فيه مشكلة غير تسمى هذه استثناءات تاريخ الإعداد مثلاً واحد سبعة الملعب جوهز حق النادي أي ولكن في بعض الأندية طال عمرك احنا يعني تم التأخير من صوبهم لأن أنا ما قدر أروح أشتغل في ملعب نادي من غير ما يعطيني موافقة ونحن نتواصل معهم مع إدارات الأندية عن طريق الإيميل أو عن طريق الجسمة ونحدد لهم أنه باستلم الملعب من إلى ولكن كل الأندية ما ترفض؟ من عندك أندية ترفض؟ في بعض الأندية ساعات ما أقول أنه ترفض لكن عندهم قد يكون بعض الالتزامات عندهم بعض الأمور يتم التأخير فالتأخير بعد يأثر أنت بتأخر التسليم أنا اليوم يتسكر ملعبي ما عندي ملعب أتدرب عليه مسؤوليتك مو مسؤولية النادي كمنشأة أنت مسؤوليتك توفر لي ملعب أنا طال أمرك أنا لا أملك ملعب لا تأخذ مني الملعب تقول لي صيانه بدون توفر لي بديل أنا لا أمتلك الملعب أنا عندي نقص شديد لا أنت تمتلك الملعب مين الملعب تحت إدارتك المنشآت مع لي أنا تحت إدارتي المنشآت الملعب الرئيسية وهذه الملعب غير مخصصة للتدريب ملعب الأندية بعد تحت مضلة لا لا أخي الكريم أنا يمكن قلت للأخوان أنا علاقتي بالمنشآت التي تحت الأندية تقديم خدمات الصيانة فقط أما التشغيل والإدارة فهي مسؤولية الأندية لا هي الدير هود أنا أقصد لك إي أنت خذت الملعب حق صيانة خذت حق صيانة صحيح وفر لي بديل عشان تدرب عليه ما أمتلك البديل أنا وفر لك خدمة الصيانة إحنا شنو يصير التعاون أنت ما توفر بديل أنزل ليش ما يصير فيه على الأقل جدولة يصير تتناسب مع الأندية إحنا اللي يصير طال عمرك شنو يعني إحنا مثلا بعلاقة شخصية بين مثلا X من الأندية و X من الأندية علاقة شخصية شباب هذي الشهر أنتو بيصير لكم صيانة وتعالوا تدربوا عندنا بباب والشهر اللي ياي أحنا بيصير عندنا صيانة وتعالوا تدربوا عندنا وهذا اللي قاعد يصير وهذا بعد يسبب تلف الملعب لأن اليوم بتتدرب على الملعب أربع ساعة في اليوم بتتدرب في النهاية في فترة أو بتتدرب فترة فالصيانة روحتها بائم منذورة على أساس بعد نكون واقعيين وما نظلم الشركة نحن نعاني من مشكلة مع الأندية أن أساسا ساعات التدريب التي تستخدمها الأندية بشكل أسبوعي يتجاوز الحد المسموح به بشكل كبير وهاي أكثر على جود لأن الله يسلمك ليش لأن الله يسلمك نادي عند ملعب واحد متفقوا إياك أخي عبدالله خمس فئات يتدربون عليه أين يروحوا؟ ما عليه طال عمرك وفهوله خلي الدولة توفر ملعب يقصون عدد شوف سلامك الله وأنا متفق بياك وأنا متفق بياك أنا أتمنى اليوم أن كل نادي مثل ما قلت لك الطموح أن كل نادي يكون عنده أستاذ وأربع ملعب تدريب ونخلص نادي الكلام لكن لا أنا أقول لك على الواقع الواقع اليوم طال عمرك أنه فيه تجاوز أنا على أساس بعد أن أكون منصف أنا لما ملعب العشب الطبيعي حسب الستندرد الدولي أنه يكون ثمان ساعات في الأسبوع لأن دي تتجاوز الأندية تتجاوز بشكل كبير بس أقول لك نقطة إذا تسمح لي أنتم في كل ملعب فيه مدير ملعب صحيح فيه موظف اليوم إحنا وصلنا الله يسلمك ملعب الناجمة ملعب الرفاع ما فيه موظف ما عندي كون فيه موظفين كون يعني الله يذكره بالخير أحمد السبيعي تقاعد أنا أقول لك أربعة طلع أول حين أنا أقول لك مكافوة تدرب أكثر أكثر من عدد الساعات أحمد السبيعي من الناس المخلصين كانوا في عملهم الله يذكره بالخير وكان من الناس اللي يعني ناديه وفريقة لكن صحيح ملتزم والكل يشهد له ملتزم ملتزم بالعمل اللي يقوم فيه وملتزم بالساعات ويعني تصادمنا معه وتراضينا وكل شيء لكن الله يذكره بالخير اليوم يعني الكسور اللي تكلم عنه بناجي على مستوى الموظفين حتى لم يسبب له مشكلة في إدارة الملاعق طال عمرك أنا عندي منشآت أنا اليوم عندي منشآت ما فيها موظفين أنا قاعد أنقل اليوم تعالي أفلان موظف أفلاني أنت روح لمدينة حمد اليوم لأننا في فعالية هد مدينة حمد اطلع روح النجمة اطلع روح محرك اطلع شنو الشن اللي يحز في نفسي بناجي حقيقة يحز في نفسي نحن قاعدين نتكلم عن أمور كلها مخجلة أن هذه مشاكلنا اليوم أن ما عندي موظف حتى يدير منشآة شلون شلون أنا عالقاية هني برنامج وأطالب أن نحن يسوي لنا منشآة أنا ما قدرت أني أتصرف في نايب موظف يدير منشآة واحد أروح أطلب أنا اليوم من جذي أنا قلت لك في البداية أن ربما أتهم بالجنون لما أطلب حق كل نادي ما ألعب يصير مو بواقع ما يتناسب مع عمر السنين اللي احنا قاعدين نعيش يعني ما زلنا ما زلنا ما زلنا نتكلم كأنفس الستينيات الخمسينيات للأسف الشديد للأسف الشديد أخونا على الأساس أننا نتسكر موضوع الحين الصيانة والملاعب طبعا يعني أنت بناجي ما قسرت بيّنت لنا عدة أمور في هذه الجانب وحنا شفنا وحسنا النقص الموجود على عدد الموظفين أو القصور الموجود من إدارة منشآت تحديات تحديات هناك قصور في أمور إن شاء الله نشوف ما يلعب الأهلي عقب الحلقة بشكل أفضل اليوم بنستعرض أهم يمكن اليوم كبرناوج نتكلم عن كرة القدم فنتكلم عن المنشآت بالتأكيد رح نتكلم عن علاقة اتحاد البحريني لكرة القدم اللي هم قال المفروض أن يكونوا طرف معاننا اليوم في الحلقة ولكن لأسبابهم وظروفهم اعتذروا في الأوقات الأخيرة نبي نعرف علاقة الاتحاد البحريني لكرة القدم مع المنشآت إذا تعطيني هذه التقرير احنا عندنا معلومة نروح نفهم الجماعة أنه إحنا هذي رزناماتنا بالملاعب جاهزة ليه اليوم أنا مطرر مشكلت منه هذه الملعب لحد الآن ما اشتغلوا حشيش مو مزوز وعليه نرى 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 إحنا مشاكلنا كلها لأن المسؤولين لا يقعدون مع بعض على طاقة صباح لثمات جولات أنا لازم أاخذ رأي الوزارة الوزارة منتخب سربيا قال أبا تشوف الملعب زوم اللي منلعب عليه المباراة أنا ما قدر تدش الملعب العاصرة والصب أصور الملعب فيديو زوم لهم يشوفون أرضية الملعب قالوا فأبون نسوي رسالة حق الهيئة وخلي الهيئة تخاطبنا نسمح لكم أنا الملعب مضملكي أنا ما قدر أدش مع أنه ملعب قرات غدر لكن مضملكي يسوي رسالة حق الهيئة الهيئة تخاطبهم قلهم هاي الجدد هم عقب يردون علينا أوكي يعتمدون بعد ما تخاطبهم دايرك تخاطب الهيئة طرر شوالي رسالة قل الله تخاطب لها طرر شوالي رسالة قل الله تخاطب لها أنت نادي الشباب عندك مشكلة في المكيفات من كم سنة ليش ما حلّيت المشكلة وياه بعد ما أعطوا أنه وجوش يسوي بعد ما أعطوا أنه وجوش يسوي أنا في نادي الرفاع كانت من 12 سنة عندي مشكلة في المكيفات وفي أصرات واقع نحن يقدر يقول ليحن عندهم مشكلة في المكيفات أنا في الاتحاد منييت أصلح المكيفات على حساب الاتحاد نحن طالبين منهم سابقاً أننا نأخذ الملعب ثلاثة أيام مارا قالوا لكم عدد ساعات معينا تلعبون عنه نحن مفروض نحصل جائزة لأنه أنت قاعد عندك ست جولات أو ست مباريات تسيرهم على ما لعبون كا حين أنت بجال ما تضيع وقتنا نوشج الوزارة قلهم عطوا الاتحاد أربعة يوم في الأسبوع المال أحلهم حلقاً يا أبي عبدالله صاحب الشان بيكون معنا وبنتكلم وبنتكلم صاحب الشان اليوم معنا هيا كلا أبو نوجي أبو نحيك كيف يمكن أن تشرح لنا علاقاتكم بالاتحاد البحريني كرة الغدن والله علاقتنا طيبة ألخصها كلام إنشاء لا 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 كلام واقعي الخلاف واضح ما في خلاف من بعد البيان الذي أصدره الاتحاد في بداية الموسم بتأجيل الجولة بسبب عدم جاهزية الملعب كان في علامات استفهام على هالبيان شنو علامات الاستفهام شنو المكان جاهز الاتحاد اللي يسلمك يعرفون مواعيد الصيانة ويعرفون وفي مخاطبات ومراسلات بيننا وعن طريق الجهة المسؤولة عنهم وهي الهيئة العامة للرياضة كل شيء واضح وموثق أنتوا كنتوا مأكدين لهم تاريخ جاهزية الملعب وهم أصدروا جدول غلط هم طلبوا تقديم نحن قالين لهم من البداية أن في التاريخ الفلاني بتكون ملاعب جاهزة قلتوا لهم نعم وهم أصدروا جدول بتاريخ ووثائق هذه من ال ما بقول الاختلافات ولكن خلنا نقول بعض الهفوات اللي تصير وعدم التنسيق ولكن ولكن لا بس لحظة هذه النقطة لأن المعلومة اللي كانت موجودة أن الاتحاد كان عنده تاريخ أن دي التاريخ يستلم الملعب بناء عليه صدر الجدول اليوم تقعد تعطيني معلومة ثانية نعم قعد تعطيني أن التاريخ كان موجود عندهم من قابل ورما أصدروا تاريخ نعم بشكل ورات الأمر موثق بمرسلات المجال مفتوح للاتحاد البحرين يعني كرة القدم إذا في أحد من ممثل الاتحاد حاب يداخل معانا يعني على أساس أن توضح الصورة للجميع بس ودي أضيف على أساس أن نكمل في هالجانب إحنا طال عمرك الاجتماعاتنا مع الاتحاد أو ممثلين الاتحاد بشكل شبه يومي يعني من القبل والحين وبتستمر لا الحين تتجتمع مع الاتحاد نعم مع أمام الاتحاد ما للجنة المسابقات ما راح أذكر أسمها لكن مسؤول المسابقات اللي يحط الكالندريين ويقعد مع رئيس المنشآت لأن اليوم مهند لنصاري كان معانا وقالنا ما في اجتماعات ما ذكرنا لنا في اجتماعات عند رئيس المسابقات الأخم محمد حسين وهو رئيس المسابقات أنا ما عارف عن تقسيماتهم هو الموجود يجتمع معاتهم الشخص اللي يقعد مع الأخ أحمد رئيس المنشآت على توزيع الملاعب ويقول لنا الجداول احنا شوف احنا في عندنا إشكالية احنا اليوم مع اتحاد القدم وإحنا طلبناهم من قبل أن نضبط هالأمر أنا اليوم يعني أتناقش مع جهتين في الاتحاد على الجداول وهذا اللي قاعد يسبب لنا الربكة يعني المسابقات مال الدوري يجي شخص نقعد مع الأخ محمد حسين المنتخبات لها ممثل آخر شلون شلون ممثل منتخبات لها ممثل يعني الجدول المنتخب فعاليات المنتخب وتدريبات المنتخبات الوطنية نعم يجينا جدول آخر من الشخص والله للأمانة لأن أنا ما قاعد معهم الأخ رئيس المنشآت لكن أيب لك الاسم الشخص يعني الاتحاد ليس عنده ممثل واحد لا وكل واحد يجينا بجدول وفيه تعارض وتضارب فمن شذي يقعدون الأخ رئيس قسم المنشآت الرياضية ينسق ويعدل ولا إحنا نتمنى أن يونى يعني ممثل واحد يبلي الجدول والرزنامة مالة كل الألعاب والمسابقات من الاتحاد تنحط مرة واحدة ونقلص نقطة الصفر وقلنا في أول حلقة أن كرة القدم تدار براسين لا طال أمرك أنا ما لا تدخلوني فيك أنا ما قل تدار براسين أنا أقول أنه جهات كرة القدم تدار براسين لأنه يوم هذا اللي تفضلت فيه أنت هذا يعتبر يعني مصيبة عودة في عملية التنسيق إذا كان الاتحاد ممثل ليتواصل مع إدارة المنشآت لتنسيق أفضل صورة على أساس أنه هو يوفر للمسابقة والمنتخبات ملاعب وفي تضارب بينهم هذه المشكلة لا يصير بعد التعرض لأن كل واحد يجيك يعني اجتماع خاص ويجيك بأرزنامة خاصة نحن نتمنى من الاتحاد البحرين لكرة القدم أن يكون في تحديد يعني في توحيد للعملية هذه بالأساس أنه أنتو تقدمون منتج أفضل للمسابقة وللمنتخبات أنا بالنسبة لي أخي حمد على موضوع أنه أربعة أيام في الأسبوع أنا ملتزم بعدد ساعات محدد بالعكس أنا أريح لي أن يلعبون أربع أيام متفرقة مباراة كل يوم أكثر من أن ييني يكرف الملعب يومين على راس ومبارتين مبارتين الضرر اللي يصير على الملعب أنا أتكلم عن عشب طبيعي عشب طبيعي كأن حي يتضرر ساعات من من الآفات الزراعية يتضرر ساعات من تغير الجو حال حال الكائنة الحية فلما يجهد الملعب صار لنا يعني الآن ساعتين ونتكلم في نفس المشاكل هي مشاكل متكررة ويعني والمحاور فيها حلول ولا يوجد أي حلول شوف لا من الجهات المعنية ولا من شين هي الحلول أخي أحمد أنا ألخص لك حسب رؤيتنا أنا أقول لك الحل الجذري لأن هناك مشكلة رئيسية هناك مشكلة رئيسية يعني في حلول ترقيعية وهالأمور بس في النهاية أنا أقول لك إذا ما تكون المنشآت على مستوى الحاجة وعلى مستوى المسابقات بمعنى مثل ما تفضل أخي أحمد في البداية أن آخر ملعب صار عندنا من 40 سنة يعني ما راح يكون في حال أن أنا رد قطها على الصيانة والذي هاي مبحل أنا اليوم عندي مشكلة جوهرية إذا عدد الملاعب في هذه المشكلة جوهرية تفضغيك لكن أنا أختلف فيك في نقطة أننا وصلنا لنقطة كان ممكن نحافظ عليها وممكن ننطلق منها صحيح لكن أنا أنا أوقفت هنا في المقابل أن تزايد الفعاليات ترى أنا ما أخدم بس الاتحاد اليوم أنا منشآتي ترى عندي حجوزات مع جهات أخرى مع وزارات مع فعاليات أخرى فكون الاتحاد البحريني هو خلنا نقول الكستمر الرئيسي ومثل كرة القدم أهم فلاينت عندك صحيح لكن أنا في النهاية ويمكن أن أعرج على كلام أخوي إبراهيم تميمي نعم على فكرة الـ نحن كان عندنا الله يسلمك فكرنا في هذا الموضوع ولأن أساسا حتى الإخوان في الحكومة وزارة المالية كان فيه توجه أن يا جماعة أنتم عندكم أست بمئات الملايين وقاعدين ترهقون ميزانية الدولة صرف 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 وين الانكم وين نكن نفسه مثل ما ترح أخوي أبو صالح أو أبو سلمان موضوعنا أو جلستنا اليوم نطلع بحلول المهم أكيد إذا أتحدث عن الأمور الترقيعية العفو سأتناقش معك كمدير للمشاة هذه صلاحيتك سأناقشك وفق صلاحيتك ما أخرج عن المنطق بالعقلانية والمنطقة صحيح ولا ظلمك صحيح وطالب من عبر هذا البرنامج ونطالب أن يجد البرنامج حق نطالب حقنا صحيح كأعلاميين وكمواطنين نطلب من هذا البرنامج الذي أعطاننا هذه المساحة الجميلة جدا نطالب المسؤولين والقادة والقيادة الرياضية في البحرين والحكومة أيضا أن اليوم الرياضة تكون من ضمن المشاريع السياحية لمملكة البحرين صحيح تالي أنا ما راح أخاطبك حول مثل ما قال أخي ابو سلمان حول الأمور الترقيعية إني راح أوجه لك أصابع الاتهام لأنه توفر لك كل حاجة فأنا مطلبي أكبر من أنه أنا أني أتكلم عن أمور مثلا ترقيعية لأنه فيها ظلم حق بعض الناس لأنه ربما ما تملك الحلول اليوم بحمد اللي سميتها بالترقيعية اليوم إحنا عشان نكون واقعيين مع بوناجي اليوم إحنا دايما نقول في الرياضة ما في شيء يصير في يوم وليلة اليوم إحنا اليوم شنو نقدر نسوي اليوم شنو نقدر نقدم اليوم ماذا على اتحاد كرة القدم التنسيق مع إدارة المنشآت وإدارة المنشآت عليها أن تتعاون مع اتحاد كرة القدم للموسم القادم يكون عندنا رزنامة ثابتة تعلن في الصيف ما بيصير لا لا شو ما بيصير لا لا بيصير لأننا اليوم إحنا اليوم لا لا يصير يصير ولا ما يصير 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 رزنامة ثابتة اليوم إحنا أحد أهدافنا يصير أن اليوم يكون رزنامة ثابتة بحنا أنا أجوب إذا يصير إذا يصير لا تشتكي من أنه ما في ملاعب إذن عندنا ملاعب كافي لا طال عمرك إحنا هو يتكلم عن التعاون مع الاتحاد البحرين في ضوء المتاح ونحن نمشي الدولي اليوم اليوم الجماعة أنا حسب اللي أشوفها أنه فيه عدم تنسيق وفيه عدم حسب المسئولية بالشكل الكافي ما قلل من العمل أحد اليوم إذا عندك حس المسئولية أن أنت عندك هدف تب تحققها يجب أن تقاتل على شانه اليوم فيه أشياء ممكن اليوم التواصل هذي اللي بالخطابات وبالإيميل وبالتليفون على أساس أن أنا حل مشكلة هذه ما فيه اليوم المسئولين بدورهم من الاتحاد يعيشون في إدارة المنشآت وإدارة المنشآت إدارة المنشآت لازم حتى شخص من موظفين إدارة المنشآت يكون عضو في لجنة مسابقات على أساس أنه يعرف احتياجات اللجنة من توفير ملاعب وخموص اليوم إذا فيه خلاف معلن ما عليش ما عليش ما حمل اليوم إذا فيه خلاف إذا فيه خلاف واضح للجميع وفيه عدم تواصل بالشكل المطلوب ليش إحنا اليوم ما نصحح دي الأمر على أساس أنه إحنا نطلع بمنتج أفضل أنا بقول لك شو سبب الخلاف فضل سبب الخلاف لأنه لأنه جئت لك منظوماتنا مو صحيحة من الأساس هذه سبب الخلاف لو تشكل قنية أم كالثوم بين الاستحاد وبين الإخوان في إدارة المنشآت ما يقدرون يسيرون مسابقة صح طالما ما في إلا ملعبين ولا ثلاثة ملاعب أنت قط شفت اليوم دولة في العالم عندها ثلاثة ملاعب تسوي دورة مستحيل أحب أحمد أنت ما تلاحظ أن الأخ راشد قال المفروض أن نحن يكرموننا ويمكن داخل سؤالة المهندس نفس الكلام إحنا بعد المفروض أن نعطيهم بعد كل من يبي جائزة وإحنا ذي وضعناها لأنه يواجه تحديات مسامحها بس إذا تتركون لي مسامحها بس إحنا من أول ما قاعدنا من القرابة الساعتين نفس الموضوع قاعدين نحوم على ما سمعت كلام هذه قول أن تر وفي الوقت نفسه الأحلام يعني منطلقة إلى عنان السماء وإحنا ليلة حين نتكلم عن صيانة وملعب وكراسي ومرئيش وغيرها ولا يوجد حلول أساسا يعني لما تكلم عن الحلول مو هذه الحلول لأقصدها أنا أتكلم عن لما أتكلم وين نحن واقفين على أي أرض يواقفين أنت تتكلم عن تشوف مساحتك هذه نقطة أنا تركتها قدمتها هناك بعد عندك أرجع إلى اقتصادك والمنظومة الاقتصادية والناتج القومي أو الناتج الإجمالي ومقارنته وغيره عرفت شون عشان تتكلم عن كيف تجد حلول خارج الصندوق شين الحلول ببسلمان؟ إذا في وقت يعني أنا ممكن بشكل مختصر ببسلمان عندنا اتصال طيب أنا أتوقع من الجهات المسؤولة عن الرياضة أو كرة القدم كاتتحاد أو أو وزارة الرياضة أو حيئة الرياضة حاليا أتوقع هناك في ناس عندهم شغف يبتكرون يعني حلول هذه اللي أقصد لما تكلم مساعة تكلمت عن الجغرافية نعم هذه تحدي والميزانية تحدي لكن كيف أنا أوجد الميزانيات وكيف أوجد الملاعب هذه يعني في يعني فكرة مثل ما أنت كنت تحلم محمدان بعد أيضا أحلم وعندي أفكار وغيرنا أيضا صح صح عند أحلام وعند أفكار مثلا مثل ما قلنا الملعب الرياضي هذه الكرة القدم أكبر مساحة تأخذها تأخذها رياضة لو تروح كم عدد الأندية في كل كل نادي يمثل منطقة كم عدد المدارس التي موجودة على الأقل ثلاثة أو أربع مدارس هذه المدارس ولله الحمد لله حظاننا في البحرين بمدارس نموذجية بمعنى مدارس تتكون من جميع الأنشطة فيها صالات وفيها ملاعب وثلاث أربع ملاعب أنت هذه موضوع الملاعب ما بتحلها ما بتحلها يعني حتى إذا يعني تعصدك وصمنا نشتغل بالموجود ونستغل المدارس خلنا أكمل فكرتي حمد فضل المدارس هذه مدارس كلفت الدولة تستغلها الدولة فقط لسبع أو ثمان ساعات في اليوم وفيها منشآت ممكن تخدم قطاعات أخرى نا صحيح هذه الملاعب ممكن هذه الميزانيات التي تصرف ممكن تصرف في هذه عندك أنت المساحة تطويرها تطويرها وعلى اللقاء تخدم الفئات السنية تكون ملاعب جاهزة للفئات السنية وعندك أنت ثلاث أربع مدارس في المنطقة قريبة من النادي الرياضي ممكن يخدمونا فهذه هذه حل من الحلول الجذرية صحيح لوضعك الحالي عرفت بما يناسب جغرافيتك نعم كثافتك السكانية البحرين رابع دولة في العالم كثافة السكانية إحنا مثلاً ألف وتسعمائة نسمة لكل كيلو متر مربع تروح الدول المجاورة اثنينة لكل كيلو متر مربع أو سعاء أو سبعت عشر لا إحنا عندنا تحديات إذا بنقعد إحنا نفكر في هذه في نفس الحلقة وما بتتطور نفس المشاكل اللي كنا نعانيها إحنا يوم كنا لاعبين في الثمانينات وفي التسعينات هي نفسها حين مطروحة ما تغير شيء فليش؟ لأنه لا يوجد ابتكار حتى في التفكير يعني في إيجاد الحلول لا يوجد ابتكار هذه يعني لا لا أقول هذه فكرة مكتملة هذه لكن فكرة جديرة أحد الحلول اللي ممكن الناس تبتدي بها بسلمان مشكور على هذه النقطة بسة صال دقيقة واحدة ألو السلام عليكم مرحبا بسلمان صبحك بالخير على جميع الإخوان يا مرحبا يا مرحبا أبو قاسم يعني أنا وشي أهليكم على 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 انطلقاتكم في هذا البرنامج اللي يعني خليتونا نرجع نشوف تنزلون البحرين مرة ثانية أو قناة البحرين الرياضية ونتابع فيها برنامج بوعي الله يسلمك على هذا البرنامج وهنيكم على الطرح اللي يوم جارين تألمون فيه صراحة يعني أنا دخلت أخر شو إذا كنتشدني يعني حياتكم في في هذه الحالة وأنا صراحة يعني يعني ما رح أقول أن احنا خسارنا كفاءة كبيرة مثل خالد الحاج لليوم احنا يلسين نشوف أشياء ما كنا نشوف في عهد وهذا مش تغليل منشاءنا أحد ولكن كل مكتفق بأن خالد الحاج كان رغم صعب في المنشآت الرياضية والمشاريع واليوم احنا يعني خسارنا كفاءة بحرينية مخلصة قدمت شيء كبير اليوم وانا تابع حديث المهندس يعني صالح يعني الرجل يتحدث بفقه ويتكلم ولا كأنه شيء صاير في المنشآت ولا كأنه تغارير انتحين عرضينها ولا في واحد قال أن المنشآت ولا الصيانة ولا حاجة فيها شيء إيجابي عمل لصالح نادي ولا عمل لصالح اتحاد ولا عمل لصالح منشآة رياضية في البحرين هناك قصور كبير يعني ولا يحتاج أن نحن بعد حتى نتناقش فيه لأن الواضح للجميع كل هذا الغصور موجود في كل الملاعب في كل المنشآت ما يلتين نضع يعني يدنا على حلول يلتين يعني المهندس يقول بكرة بابتدي مع ملعب الأهلي بكرة بابتدي مع ناري الحد أو عدك بكرة أنا ما أحتاج حق بكرة أنا أحتاج أنت اليوم كنت تقول عن المنشآت أما أنها تتقل لي أو تتحلل لي بأن هناك مشكلة في المال مشكلة في المال هذه من سنين ما كانوا المسؤولين اللي قاب لك يشتكون عندي الموضوع قالوا يحلون لأن المسؤول اليوم في أي منشآت رياضية ولا غير رياضية يوجد الحلول للمشاكل اللي واجهها مو يضع لي أسباب أن أنا ما عندي مال علشان أنا أصرفه ولا أنا أعنشأ ولا أنا أعمل لا عندك موازنة حدد موازنتك أطلب الموازنة المطلوبة علشان تسوي صغيران حتى كل منشآتك الرياضية أنظر آخر أنا يمكن يعني بقول النقاط كلا ويقوم الأخ صالح يعلق عليها موضوع الآن بعد المنطقة الأخيرة اللي تتكلمت عن موضوع المنتخبات البحرينية وموضوع اتحاد كرة القدم اتحاد كرة القدم كان شجاع في الحلقات الماضية في البرنامج وتحدث عن هناك يعني خلل صار في عمليات عدم وجود الملاعب الآن المهندس يقول لا لا يوجد هنا خلاص اللهم في اختلاف في البيانة الأول وأننا نحن معطينهم خبر بيّن أن الخطأ صار من الاتحاد وليس من الوزارة مثل ما كانت النقطة موجودة أنا طراح حلال في التغرير النحسي الذي أنتم حطيته الآن الآن اتحاد كرة القدم يقول لك أنا تيني أنت عقب ثلاث جولات نحن لا أستطيع أضع أضع أنت عقب ثلاث جولتين ثلاث يقول لي تعال سأدخل الملعبين في الصيانة وقاسم نحن موعودين برزنامة ثابتة الموسم الياي لا تخرب علينا الموضوع لا 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 شوف الوعود الآن بتسمعها الآن بتسمعها يا حمد لكن أنك تشوف هذا صعب هذا نفس الحلم الذي نتكلم عنه الآن أننا نرى منشآت رياضية متكاملة بشكل عام في كل محافظة لا نحن نتكلم عن واقع اليوم نعيشه على أننا نعترف أن هناك تخصير فيه أما نجمل الذي لا يتجمل لا يصير يا حمد صحيح أنا بعد حمد اليوم أنت وايد هادي يعني ليس أنت حمد الذي كل يوم أشوفك توجه انتقاداتك وأتقلتك الصريحة حق المسؤول الذي تستضيفه لا أعرف أنت اليوم المفترات تكشر عن رياضك لأن هذه أكبر مشكلة تعاني منها رياضتنا البحرينية اليوم حمد وكل متفق عليها منشآتنا الرياضية والتراجع الرهيب اللي صارت الخمس أو ست سنوات الماضية في أمور أخي محمد في أمور أن أنت تعرف أن المسؤول فوق يده يد وهذه أمور لا تخفى على أي شخص رياضي في البحرين فأنت اليوم إذا تقول أن أنا يمكن ما كنت بالشراسة المطلوبة لكن اليوم أنا مقدر محل المهندس صالح هو يعني قعد يتكلم بالواقع لأن أبو قاسم نحن كلنا عارفين البير وغطاء وعارفين الأمور اليوم هناك مسؤولين هم مسؤولين مباشرين عن عملهم وما يكون فوق يدهم يد وفي مسؤولين هناك إجراءات وقوانين وتشريعات تحكمهم في عملهم تمام نحن نغدر جاية المهندس لكن لماذا يجعل الأمور كلها تتراكم وعقب يطلع المهندس لماذا المهندس لم يجعل المشكلة توقيتها لماذا لا يطلع للأعلام لماذا ما يبرر لماذا ما يوضح لما يكون في مشكلة وانت تخطفي عن المشكلة واتين في أقب نهاية الموسم ولا قبل لا ينتهي الموسم وتقول كان فيه كان فيه ما حر راح يتقبل الكلام هذا اليوم هل الجهة المسؤول اليوم الوزارة ولا الهيئة ما فيها مسؤول إعلامي موجود يوضح للرأي العام المشاكل الموجودة في الملائق والمنشآت هو كدوره كمهندس يوضح للعلاقات العامة عندها أن النون للرأي العام المشاكل أو الأشباب اللي أدت إلى حدوث ذلك مفترض حل المشكلة في وقتها وليس تجميع كل المشاكل واليوم طلع لنا المهندس فطبيعي يطلع نادي الحد طبيعي قبل يومين طلع رئيس نادي الحالة طبيعي يطلع نادي الشباب طبيعي يطلع نادي الحد في رفن قدم طبيعي لأنه لا أحد يرضي عليهم ولا أحد يعطيهم الخلول اللي ترضيهم والأقل خليهم يمشون الأمور بالشكل المطلوب أنا حقيقة يعني سمحون لا بالعكس يا بقاسم أنت أشكرك على تواصلك وتداخلك معنا وأنت يعني إعلامي وطرف الإعلام الرياضي ولك صوت مسموع ودائما نحن يعني سعيدين بمشاركتك معنا وإضافتك لنا في البرنامج فشكري لك هذه الاتصال والنقاط كلها يعني أتفق معاك فيها جزء ما وجزء ما يمكن أختلف معاك فيها لكن شكرا لك على تواصلك وإن شاء الله نشوف الردود والحلول في الأيام اليوية تكون بشكل أفضل بإذن الله بس إذا سمحت لي بس تحقيب سريع على كلام أخي بسلمان بس ما عندنا أوقت بنواجي الفكرة اللي طرحها موضوع الاستغلال المنشآت المدرسية ترى الموضوع الطرح ونوقش في مجلس الوزراء وشكلة لجنة أنا يمكن كنت من الفرق اللي اللي شاركنا فيها حق اللي هو التعاون بين وزارة التربية ووزارة الشباب على أساس التكامل في المنشآت وصار عليها وشغالين عليها كالفكرة موجودة أوتوف ذا بوكس مسئلة الاستغلال القطاع الخاص أنا قبل أعتقد سنتين إذا ما خانت الذاكرة اجتمعت مع بعض الإخوان في مجلس إدارة الاتحاد البحريني الكرة القدم يوني زيارة وناقشنا موضوع أن قلوا لي أن مسئلة في بعض الجهات المالية أو شركات القطاع الخاص أن عندهم الاستعداد لتمويل تحديث بعض المنشآت وتكلم تحديدا عن ملاعب الكرة رحبت بالفكرة جدا بالعكس هذه الشراكة المجتمعية التي نحن نبغيها ونحتاجينها عن كاهل الدولة لا ننحكر في بعض المشاريع وهذا يمكن يودينا حق موضوع الميني ستيديوم بالضبط هذا اللي تكلمنا عنه تحديدا الميني ستيديوم الميني ستيديوم أنهم يأخذون الملاعب ويطورونها وتصير منشآت وبالضبط وقابدين الشسمة بحمد كحلول في نهاية الحلقة على أساس نختم كحلول شنو من وجهة نظرك أنا دايما أقول حلول فورية وحلول متوسطة المدى وحلول بعيدة المدى بعيدة المدى منها حل المدينة الرياضية اللي بيكون في الزلاق اللي هو بيكون جزء مساهم وليس حل جذري لكن اليوم بحمد احنا خلنا نتكلم اليوم شنو الحلول اليوم يوم الحلول بدل ما نروح يعني مثلا ندفع لنا مثلا خمسة مليون ندفع مليونين ونعدل وضعنا نعدل وضعنا هاي اللي أنا بواصلة بوحمد اليوم بناجي احنا نقول نعمل باللي عندنا انت الموسم اليوم قلت لي رزنامة ثابتة وبتصل لك وبتوبح معاكم بإذن الله احنا نجتمع ترى لنه لا تقول خلاف ما خلاف احنا الى اليوم الاجتماعات ترى مع المثلين الاتحاد بشكل يومي ولا فيها مراسلات الاخوانيون تققون عندنا المكتب ونقعد ونتناقش من غير مراسلات اصلا لو رحنا مراسلات ما رح نخلص المراسلات في الأمور الرئيسية والثنية اليوم بو ناجي بشكل سريع اليوم عندنا عشرة ملاعب قادرة استضيف دوري ناصر بن حمد ودوري درجة ثانية تعرف دين معلومة عشرة ملاعب عشرة ملاعب الوطني أستر خليفة الأهلي المحرق النجمة الرفاع الشباب مدينة حمد امتحاد الريف عسكر عسكر برع عسكر ليش برع تقول لي لأنه تم طلع عن الجاهزية وتم إنشاء مركز شبابي فيه فهو غير متاح من تمام تسعة هذه الملاعب اي بس هما هذه الملاعب في بعضها جاهز اللعب الدوري عليه وفي بعضها يحتاج بعض الخطط التطويرية اللي نقول إحنا فورية أن أنت تقدر تمشي عليه الدوري الاتحاد بالنسبة للدوري ناصر بن حمد يلعبون على الوطني وإحنا حاولنا الوطني والخليفة ومحرق ومؤخرا الأهلي مع خروج الوطني بتوفر للموسم لي أربع ملاعب إن شاء الله انتهينا من الوطني هو الآن يستغل للأهلي ومحرق وخليفة وموجودة والدرجة الثانية بيكون الناجمة هذه مستمرة ليش الأندية هذه الناجمة والرفاع والشباب وهذه ما يصر لها مثلا تطوير بسيط يعني يلعب عليها بعض المباريات الدوري دوري ناصر دوري ناصر لأن حسب طلبات الاتحاد يبغي لها مو تعديلات بسيطة يبغي لها تعديلات جوهرية يعني على مستوى لا يوجد فارق بين نادي الأهلي اليوم ونادي الناجمة لا بالنسبة نادي الأهلي أعتقد أن اضطروا لأنهم طالبين مثلا على أساس النقل التلفزيوني يبغون بشكل كامل وتكلفة للوحدات الإنارة بشكل كامل وفيها تكلفة من هذا هذا اللي دخلناها في مشروع تطوير النادي بس أنا أنا أتمنى إذا راح نستخدم هالملاعب والتجدول عليها بالعكس هاي بريحنا بريحنا بشكل كبير نحن كاليوم نتعامل مع واقعنا بحمد واقعنا واقع ليش نقول لفترة بسيطة على الأقل لما يكون عندنا مشاريع أكبر لأننا في حلول هي مرحلة انتقالية ممتاز بالعكس هاي بريح لي حتى إدارة الملاعب وجودة الملاعب الحديث عن الواقع أفضل من الحديث عن الأحلام نعم ولكن يؤلمني يعني يزعلني يعني يزعلني أننا اليوم نطالب أن نرجع ما لعب ونسوي حق نقدر نلعب يزعلني نحن أكبر من شي هاي بملاعب قياداتنا ومنشآتنا إلى مستوى أفضل يتم الاهتمام بالمنشآت وتطوير المنشآت وإنشاء منشآت جديدة تليق بطموحنا ورؤية قياداتنا لتحقيق أهداف القيادة هذه الأمور كلها انتمنى أن السؤال الذي سألنا هل انتقال إدارة المنشآت إلى الهيئة هو الحل انتمنى أن يكون هو الحل في نهاية الحلقة أنا أحب أشكركم على تواجدكم وأشكرك أستاذ صالح على وقتك وتواجدك وجوبتك على جميع الأسئلة التي مرنا فيها شكرا حياك الله شكر لكم وأنا الممثن إعطائي هالفرصة اليوم أنه على الأقل عن رجنة وإن شاء الله نصلح مضوح على بعض من الواقع وإن شاء الله المستقبل أفضل انتمنى يا أبو ناجي يكون في حلول يعني فورية فورية نستشعر فيها ونحس فيها من اليوم اليوم نقول والله بناجي بادر وبدأ واشتغل بكل ما هو متاح من موارد وتحت سلطتي بإذن الله راح يكون شكرا أبو حمد شكر موصول لك وحق أسرة البرنامج وتشرفنا فيك سعودة المهندس والله وسعدت جدا بتواجد أخوي أحمد صالح وأنا أعتقد كيكون أول ظهور أنا أعتقد إنسان قدم نفسه يعني بصورة أن الرجل مثقف ويحمل فكر جدا عالي ونعتقد أنه مكسب كبير لنا ونحسين شكرا 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 لك على تواجدك وإضافتك كانت ثرية بصراحة البرنامج قبل أن تخلص الحلقة وصلتني بالتعليقات أن كل يشهد فيك أن أنت مكسب كبير لهذا البرنامج أتمنى أكون كذلك وأكون عند حسن ظن الجميع على سبيل يمكن ما حصلت وكفوة وكفوة لكن إن شاء الله الأيام الآيب ظروف البرنامج وظروف لتحقيق أهدافنا المستقبلية مشكورنا على المتابعة وتصبحنا على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة